اشتركوا في القناة 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 بعرض على المشروع عندي يتعمل بصرف النظر هو مشروع اسكان او غيره. يبقى لازم بعارف يعني تخير شركات مراتي ازاي. والهاجة التنظيمة هي بتنظيمة بتاعي كمؤسسة كشركة اي حاجة الهاجة التنظيمة ده بيبقى له تأثير على السلوك وعلى الانتاج وحنشوق ده الوقت سدينة اه الاجندة اول حاجة الانترودكشن مقدمة الاول اللي هما هنتكلم عليهم. وبعدنا اه النقطة الثالثة هنتكلم عن اللي هو ده. يعني اول واحد اول يعني ايه يعني اللي هو لانا انا ما بحبوش يعني وهناعرف يعني ايه نظامه. هو ده برضو ده يعني يعني اقل شوية بس بكل واحد له يعني مزاياه وعيوبه. والثالث اه increment الماترس ارجانيشرة شارتش جداً ودايا من الاشتاءτ اللي هو اللي هي فعلاً مفيدة جداً و bzw و 소�ف Motion و يعني دي المفدو التابعة في كل حاجة. حنشوفها فيا نشوفه اخر نقطة هنتلم إليها للأساس باقتراكة الكمبانيز هنشوف تقييم شركات المأولاد الحقيقة يعني تقييم شركات المأولاد في حالة تبقى عامة جدا وفي نقطة تبقى خاصة بالإيه بالمنظمة نفسها أو بالبلد اللي هستألها إيه ما نقيم فيه شركات المأولاد أول حاجة أن الorganization must have a chart this will reflect the philosophy of the management and the acts on the organization behavior the following will describe in brief the different organization charts الحقيقة دي حاجة قبلتني في حياتي كتير قوي يعني أنا دخلت شركات كانوا طلبون عشان يعني نضبط لهم السيستم ونعمل لهم re-organization يعني نساعدهم أن هما نضبطوا التنظيم بتاعهم شركة كبيرة جدا وعبارة عن مثلا المكاتب بتاعتها أو مقاطب بتاعها برج كبير و10-15 دور وأول ما بدخل أنا دخلت معلات ما أول ما دخلت شركة مش نشرها فين اللي هاكر التنظيم بتاعكم أنا هاكر التنظيم ده اللي بيعرفك الشركة دي ماشي ازاي والترند بتاعها ازاي وفلسفيتها في الإدارة ازاي وهنعرف الكلام ده هنا مش تغير الحقيقة أنا وجدتنا حاجات كثيرة جدا مش 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 في مصر بس في مصر وكل دول الخليج يعني حتى في حاجة كثيرة جدا يعني اللي هاكر تتخيلوها واسمالها لا تتخيلوها يعني تقولوا فين اللي هاكر التنظيم بتاعك يقولك اه في عندنا وكلام تقول طب فين هو ايه طبعا يقول يسوي التعوب بعد في الاخر يعني ايه طبعا اللي فيها كانت تصيم والحاجة وان هو اللي بدينة شغالة امتداد لصاحبها اللي بدأ طبعا كانت غالبية شغلي كان مع شركات مقاولات بيبقى اللي بادي شركة بيبقى بادي مقاول عادي وان حاجة كويسة ببقى مقاول عادي بيبقى من تحت من اول خالص وان بادي يعني كويس انما ما بيتطورش نفسه ما بيبقى اسمه شركة مقاولات كان هو ستيل فكري مقاولات ويقع تلاقي الاولى الشراط بيبقى اوقف كده ما قولنا بيقول اللي هو الهوريزونت هالي عادي فعشان يعني المضوع هنعرف هنعرف يعني ليه الهاجة التوظيفة اول حاجة بيبقى نسألها بيبقى هي بيبقى بيبقى لك الترنت بتاع الشركة ازاي وفيلوزورة بتاعك اضاريتها ازاي بيبقى اصرع نقطة انك تعرف الشركة تماشي ازاي طيب هنتكلم اول اول واحد الهوريزونت اوجرزونت شارت بي عبارة عن يعني واحد على رأسه تحت منه خط والخط الراحة تحت ايه كل انواع الايه الناس كلها يعني اتداء من مفاتيح المكتب والاهمة والشاي ونظافة المكتب لغاية الاي تي كل السكشنز التحت ايده هو الايه الوحيد اللي بدي كل هذا كلام قبقى شارت ده دي طبعا دي حاجة يعني ايه لما تشوفها كده تعرف ان ايه ان دي مكان ماروس عمر لانه مرتبط بواحد والواحد ده مجرد ان هو بقى غايب طبعا البرفورمس بتبقى اوالي حاجة خالص زي ما اقول ما بيأثر على البرفورمس بتاعت الشركة الحاجة التانية البرفورمس دي برضو قبلتنا كتير وبتبقى عادة في الشركات العائلية يعني وموضوع الشركات العائلية على الفقر الموضوع اه هام جدا وبرضو ممكن بناعمل عليه اه اه لان غالبية الشركات مثلا بعد المستوى الاول يعني بيبقى واحد ابي مثلا عامل شركة اولاد ويبقى بورسها ولاده فاذا كانش فيه سيستم مزبوطة كانت حاجة مزبوطة الشركة ما بيتراعوتش هلو بتذكروا دلوقتي انها في مصر حياتي ده مكملة من زمان مش هقولوكو يعني اديها من زمان او اه يعني اه يعني اولي مفاعدة تبقى اشتردت فيها هنا في مصر اه كان مشروع انترناشنال وكان المقاولين كانوا بيقولي مقاولين مثلا ان انا بذكروا كويس انا كان من شركات اللي كانت شركة فرنسية وجاني رئيس مجلد الشركة ومعها واحدة مش عارز اوصفها يعني عشان يعني عشان جسد ان انا ما اوصف هذا الكلام اه فتالي معنا يعني انتدرك مع بلغته يعني فقال لي انا الشركة دي ورسها عن جد ابويا انا شوك كم جيل جد ابوه يعني ايه يعني هو رابع جيل شكتنا اولاد وعيشها ومشي وكل حاجة فدي نقطة حسستني يعني ايه اترنتي بتاع الشركة دي خلتني برضو في كرد كده انا يعني فضل الله ربنا وعملتوا وبعد الايه طبعتي نخل ساموير يعني اتحد من اعمالنا معايا الكلام دي حطها في ابوه فالمهم فعندها عرفت يعني ايه شركة تنج تظل وعائلية وتظل تظل شغالة وتظل يعني اربعة 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 لو عملنا زي زي نظام الاشراف مثلا كل كل تلت اجيال بيعملوا مئة سنة يعني ده اربعة اربعة في تلاتين يعني شركة بقالها مئة وعشرين سنة طيب فالمهم وبرلو كدت او بمرة اعرف يعني ايه اجزاكتي في سكرتاري يعني السكرتاري كان معايا السيدة اللي كانت معايا اه اول مرة كدت نقوم نسمع الكلام يعني قال لي بالنص لما ببقى بغايب او مسافر او او الاخره هي دي اللي بتدير الشركة الاجزاكتي السكرتاري بتاعتها هي اللي بتدير الشركة ويبقى كده ويبقى كده النظام يعني مش عشان الوجوده هو طبعا موجوده بي ايه بالشركة بتمشي وبتمتازم واو الاخر البرامة عندهم سيستمز يعني فا دي من الاوائل بقى الحاجات انا برضه من زمان طيب ده بقى 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 واشتغلنا معهم والحقيقة ما هوش سيستم ناجح قوي لان هو ايه في السياق عن ايه مزاياه و ايه و ايه مزاوه يعني البرشيكت للاطفوي البرشيكت للاتفوي البرشيكت للسيبلاي البرشيكت لالي حاجة بيبقى ايه ايبرشيكت يطلع عندها بياخد بقى من الـ و دي من اخوة الانواع الانواع الايه الارجاليزيشن انها سيبقى بقى الأنواع وتقول لي بقى ده في السترانج وفي الوليكي في كلمة لكم له او الاخره عن وكلمة عامات الورجالزيشن ان جنرال يعني عشان نبقى يعني ايه نبقى نبقى متفاهمين يعني طيب نبقى على الوزنة الورجالزيشن ادي راحة الكلام راحة بنقوله ولاحد هنا اه في الاول لفل ده رئيسنا بالسئدارة مدير العام مدير التنفيذي سمي نفسه زي ما استعملوا صاحب الشركة وتعطي كل الايه الناس اهي ابتلاقي من هنا هو اهو اه الاهوة والشاي اه وبعدين تنظيف الشي المكتب وبعدين اه سئون الادارية بعدين سئون مالية بعدين سئون فنية بعدين المخازن كل واحد ادي كل دول فانكشن اهي انا مش بقول اه اه يعني ضافة الشركة او بتاعنا بقى المقيمة حال دي لا اللي انا عايز اقوله ان بيبقى هذا التوب مانجمنت كل هذا دايلكلي معاه كل دول الريبورتنج دي على طول وهو الكنترولي الكلام دي هو من الاول اخر طبعا الكلام ده ينفع اي حد في بداية حياته في اول ما بيشتغل لان بيبقى عنده اه اه اناف تايم يعني يقدر شامس عشر ساعة في اليوم عشر ساعة في اليوم يقدر يوفي كلام دا كله وراء ابوه الاخر ما فيش ها مشكلة عنده يعني انما حاجة بهذا النظام وتستمر بهذا النظام وشتغل بهذا النظام دا بيبقى اسمه يعني نظام اه 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 يعني اه اه يعني اه استبدادي نظام اه يعني بخير ما واحد بس اللي بتحكي في كل حاجة ولا بيعمل كل حاجة اه من زي اول واحد بادي او هو صغير الاخر ان هو ايه اه ان هو كل حاجته بيعرفها وبتبقى ميزة ان هو يتعلم كل حاجة ويعرف كل حاجة لكن مجرد ان هو بدأ يشتغل بقى وبدأ ينتج وبدأ يحتاج فبقى لازم بقى فيه عنده ايه اه يعني فانشنز وكل واحد يدخل ويبقى عنده حاجة فانصيل ويبقى مصبوط زي ما ايزة بحنا حنتتكلم بحنا كده فذا طبعا اه 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 ميزته ان هو واحد بس اللي عارف كل حاجة ومسيطر على كل حاجة يوم ما يغيب حتلاقي ناس كلها بديمشي ساعة 12 ما حتش هيكمل اليوم يعني وهيبقى كلهم هيبقى مش هيبقى فيه فكل حاجة مرتبطة بهو اشخصية طيب الهوزونتا اوغانزيشن اشتغل الهوزونتا اوغانزيشن as shown in the previous slide the hierarchy of the horizontal organization chart is the flat shape with one or two maximum levels is the vertical direction هو يعني منقول one or two levels بنكرمه شوية ان هو عدد بيبقى one level بس بتحدي كل حدا بس دي عملية اللي بتبقى محدودة جدا ومش مفوضة اي اي organization يبقى كده هيبنلينا بعد كده طيب this type of organization is a sign of top management autocratic system and a lack of qualified people in the organization to be delegated by the top management وهكا التوظيم بيتعمل ازاي انا بيبقى عندي اه وشغل ناس معايا ناس ساقة عندي عمل فنية معايا واحد فني اعمل تفاصيل في اي حاجة عمل فنية في اي مجال في ازراعة في اي مجال عمل فنية ما عندي واحد فني اه ماشوق فيه وعمل له ايه عمل له delegation عمل له تفويل انه هو يشتغل شغل بتاعه واحد اداري لا يفهم اداري كويس او يقوم بيعمل ايه الاداري بتاعه وهو يخلص بالدينة اللي رزالت بتاعته واحد مثلا شئول مالية ما شئول مالية وبعملها delegated انه هو ويقدر انه هو يخلص صورة مالية والدينة تمام يبقى ايه لما نلاقي شركة بهذا الشكل نعرف ان الناس اللي فيها ما هم يعني فيه في نقص في ال لانه كل واحد جوه الشركة دي اللي مشغله الراس الكبيرة ما فيه شركة اه بقى على الفقر مش كامل على شركة بقى شكرة انا كل حاجة ايه منظمة اي حتة واحد اللي بيشغلها دا دليل ان الايه انه مفهاش الراسة الكبيرة يعني الرجل الكبيرة دا لسه ملاقاش حد انه هو يعمل ويخليه يعني ايه مسؤول على الحتة يعني انه هو ياخد ريزالتس ويوفر وقته ويوفر دماغه دي ايه زي ما قلنا انه اللي بيدير اه مينما عنده سعبعين لقيتهم ثمانين في المائة في التطور الموضوع في في كتب المكتوب غير اللغة العربية انه بقى time consumed by the project manager is 80% مبقاش كنا كنا لحظين وعظائلين هو سبعين في المائة لقيت ايه الطور هو كمان بقى 80% المهم ايه 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 person which is affecting badly the production and results يعني في نفس الوقت ال type organization ده بيدي sign بيدي علامة ان المكان ده واحد بس المسؤول عنه وهو ال وجوده هو يعني عدم وجوده وان الشركة ده ملهاش عمر او المكان ده ملوش عمر او المنظمة ده ملهاش عمر او اوصل لدرجة اعلى يعني لكن المكان اللي هو flat organization ده ده ما هواش اه حاجة بتتتطور مش مش حاجة مش حاجة دايمة والنظام ده لازم بيجيولهم ده بتلاقي نفس وقع لان لو اللي في التطور معاش من ده اه اتعور اي اي حاجة اختفى مرة واحدة هتليه الدينة كلها وقعت هتليه الكل اللي كانوا موضوعين كلهم تفكوا مبعض وما بقاش عمر للمنظمة للتنظيم ده ولا المنظمين المكان يتقلوا جانا زيجي سم كل من الكلام وغيرت عبارة عن ايه بقى دي انا شفتها برضو وحن هنكلم فيها شوية عن ايه اخلي بالكم اه هذا الكلام اه اه ما هوش موجود في الكلام مش هنلاقيك يعني انا مش بتدعي نفسي حاجة لان انا يعني لا يعني انه حدش تطرق لهذا الموضوع اه يعني ممكن لكون الناس كتبوا عنه وانا ما شفتهاش يعني لكن هو فعلا من اكثر حاجة ده بتقصر على 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 وعلى 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 بتاع المشروع او الشركة او او التنظيم او نظامة او اي حاجة اللي هو البشر 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 الشرطي بتاعها هنا ادي واحد على الطب اهو ودي انا شفتها كتير يعني ادي واحد ومعايا ادي واحد اتنين ثلاث هنسميهم هنقولوا واحد فني وتحت ايده وتحت اوهو هاجة التنظيمي واحد مالي وتحت ادي هيبقى تحت اي واحد زي ده مثلا او زي ما هو عايز يشتغل والي التالت مثلا ادي اداري تلات واحد فني واحد واحد اداري وكل واحد من دول ايه؟ مع احد الحقيقة من اكثر حاجات اللي انا يعني الشركات اللي انا شفتها بعض الشركة وتبقى شركة عقلية يعني بيبقى الاب هنا شيئي وتعب وقعد مثلا خمسة وعشرين تلاتين سنة واشتغل ولده ويبدأ وكبره او عمل ايه؟ رح مقرس مجردك عليه مهمة التلاتة خلاص؟ او مثلا واحد يعني مثلا ده ده يعني اقولوك على المثال انا شفته بعين وعشته وشفت مزاياه وشفت عيوبه يعني فالمشكلة فين بقى؟ ان التلاتة دول لازم يبقوا يعني ايديال مع بعض وعلي خدهم ببعض لا تتأثر لا تتأثر بس هو للأسف ده ما بيقول يعني ايه؟ بيبقى الليفل الاول لو شركة عقلية ان ما بيبقاش هم اللي بيحكموا بقى يعني بيبقى ايه؟ اه اتحكات العقلية مش هخش في كلام يعني هو مش مكانه ولكن ده اللي بيحصل اللي بيحصل فعلا بيبقى لكل واحد من دول اخه اللي هم عشركة عقلية كل هم دول متأثر ايه؟ بأسريته هو وكل واحد طبعا كل واحد واخوه يعني يعني حاجات ده اللي كتشوية فالمهم اي خلاف يحصل ما بين اتنين من دول للأسف بيؤثر على الشركة او بيؤثر على منظمة او بيؤثر على الكهانة اللي مغلو اقل دي خلاف دول تلت افراده وعدم يمكن يبقى اتنين او تلتة يعني ممكن لو بصد وشعة قوي يبقى اربعة اي خلاف ما بين الاثنين دول هتلاقي الجزء ده كله اختلف مع الجزء اللي تحت ده كله او اختلف مع جزء الرابع كله يبقى مشكلة فيترا او جنشة اللي يبقى اللي هو الفيرس تلتة بيبقى اتنين تلتة او اربعة ماكسيمو والاربعة دول اذا كانوش متجنسين 100% وفاهمين 100% ولهم رؤية واضحة 100% مع بعض الكلام عارف التاني بيعمل ايه وطولرابل التاني وopen discussions وفاهمينهم بعض كويس قوي المكان ده مبيعش وده عن رؤية يعني انا عاشتها شخصيا في بلد دول الخليج ودخلتها كنت مع ال كان ما انظمش ازاي كانو اتنين اخوة فواحد ماشك زي ما اقول كده انا واحد ماسك شؤون فنية واحد ماسك شؤون الادارية واحد ماسك المالية انا ما اعتقد اه لا لا كان في واحد ماسك البروجيكتس واحد ماسك التكنيكال اوفيس واحد ماسك الفاينانس تلتة اخوات رجل تلتة محطرة من حقيقة حقيقة وهم التلاتة فانا اشتغلت معا اللي هو اللي هو مدير المشروعات الحقيقة كان في مشكلة كان في ليفل تادي تحتيهم ده انا كان في واحد بتاعت المشروعات ده كان تحتيه واحد مصري مدير المشروعات والاو التكنيكال اوفيس ده تحتيه واحد صداني فكانوا الاتنين دول دايما على خلاف اللي هو الفرقس الفرقس دول اللي تحتيه بطبعا دول على خلاف بطبعا دول على خلاف طيب فلما مشغلت مع الراجل ده يعني ايه يعني اه يعني اه هو طبعا حس ان انا فهمت الموضوع على طول بص انا ان شاء الله يعني بتمنى انك يعني ايه اه لما تتمل شركتك اشتغل معاك والحقيقة يعني عادت معهم كم سنة وليس وصل حاجة وبعدين مشيت الحقيقة بعد حوالي ست سبع سنين اللي قيتوا بتكلم بي بتجريفوه من فكرة تليفوني وقال يا فرقس سنين انا عاوزك رفتله قال لي فكرة كم نقلتها لي ويعني كنت معاك باش قالتش معاك يعني ما كان شغل معاك هو الانو بلو كان بادي اه عمل خطأ بلو مش مش حلوه هو بيعمل كونت شركته جديدة انه اخد ناس من ايه من الناس اللي هي كانت يعني متأسرة بال 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 بالكالتشر اللي هي اللي كان فيها كلها خلافات وكلها ايه مشاكل ما بين ناس وبعضها لان تفوض ده ده تيم بلدنك بيت عمل في المهم يعني ان ايه ان الكلام احنا مش بين احنا مش بين مش بين مش فتحين مندل ولا بنتنبأ ولا لا الفكرة ان انت لما بتشوف اي حد بتشوف تنظمة ماشي ازاي وبتشوف الستركشرة بتاعها ماشي ازاي وبتشوف الكمميليكيشن ماشية بين الناس وبعضها ازاي ده في الاخر جاي من ايه من هكذا التنظيم نفسه اما يجي ناس تحت ده ويجي يتكلموا ناس تحت ده احنا تكلمنا على الموضوع ده قبل كده وقلنا لازه يبقى فيه كومميليكيشن يعني في اي رفل ناس ولا تكلم بعضها انما لا ده يقول لك محدش من يعني ده مثلا مسجل مشروعات اللي في المكتب الفني محدش يتكلم حد في المشروعات اللي عن طريق مين المدير بتاعه ده خلاص وهكذا يعني 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 المشاكل بتبقى كتيرة جدا على اساس ان يعني ايه ان التلاتة دول كل واحد طبعا حسن موجوده واستمراره وسيطرته بايه بال بال اللي هو مسكها مش مش الشركة على بعضها ويعرف ان الموضوع ان ده يعني ان الموضوع اسمه ايه ان ده يعني ايه للتعاون بالناس وبعضها وفيش حاجة في الدنيا بتنجح ايه التعاون الناس مع بعضها ده اه لما قلت عادة ده بيبقى خاص بالايه في شركات العقلية هو صبعا ممكن يتعامل في شركات اه اه في الانترناشنال يتعامل برضو يعني كده وكده وكده وتبقى دي مسلا دي شركة مسلا تكون شركة كبيرة قوي مسلا اه ده مسلا دي مصر دي اه الخليج دي مسلا انجلترا دي فرنسا دي بتاع يبقى ايه مير بلو اه 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 الكل واحد من دول تحته ايه الناس بهذا الشكل بس يبقى ايه مش فهم دي يعني ايه لا يعني لا بلو دي دي بتنفع بتبقى كويصة في ايه في ال في اما يبقى جيوغرافيكة اه 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 ارياس كتير هتبقى هتبقى بلد مثلا زي مصر زي اي بلد مثلا اعمل اواجنشا بتاعه زي معاوز بقى بدي يعني برضو الفيلوزوفي ولا الشركات الدولية او الشركات الكبيرة عندها قولة السيستم عندها عندها كل حاجة عندها السيستم اولا شكرا لكم الاول اخرة ما هيش مش شغالة كده ان شاء الله يعني يعني لا عندها السيستم اشتجا بقول بقول ايه ان كل نظام لهم مميزات ولهم مش تاقر ايه اه في نقطة رفايا برضو برضو بحبي بقول انا ان عادة فيه على المستوى مثلا المحلي او المستويات مثلا اللي هي اه مش محلي بالنسبة لمصر يعني بالنسبة للعالم كله ده كلام ده بيحصل في الشركات العائلية بعد اول مستوى بعد يعني يعني بعد الاب او او لما بيبتدر الاب يشتغل باولاد يبقى هي في الفاميلي بيزنس او في الفاميلي كامبانس الفاميلي كامبانس بكده هم كل يبقوا كواسين قوي لو التلاتة دول او الليبل الفيرس ليبل ده كانوا كواسين مع بعض ولهم نفس الرؤية ونفس الاهداف كلهم مع بالقلبة بيعط هتنجح هتميش تدبقى كواسه او بس دا الشرط ام واشه سهل خصوصا في الايه في الشرق الاوسط يعني اى دي بحثة فالحقيقة ده موضوع كان موضوع yang بات مشكلت بيها بنجفل awsangل الوूيا systems حلوها من حوالي 24-45 سنة وطلقوا system اسمه ايه فصل الملكية عن ال الاداره يعني دول الملك على رأسنا خلاص الملك دول بيعملوا مجلس إدارة مجلس إدارة دول بيجيبوا واحد بقى executive وهو اللي دير الشرك بيفصلوا ايه بيفصلوا المانجمنت عن الملكية ودي فصل مجلس إدارة ودي يعني من الحاجات اللي هي طيب يعني في الحاجة وسبعين ويقصد لحظة القلم وبالطريقة دي اتحلت ايه مشكلة الفاميلي بيزنس يعني خلاص إنما فيه فاميليس كثيرة قوي مثلا شركات كثيرة انترناشنال يعني بقتل فورد لنزدكم ولا خديش شركات كل أصب شركات عائلية مش خلاص طيب ده البركال اوغانزيشن فيجر تو شووز الهيراركي اوه البركال اوغانزيشن ده وقت البركال اوغانزيشن the top management delegates a first level of responsibility the top management اللي هو اللي هو خالص اللي هو ريشان الصدار صحك الشركة executive officer executive manager بيعمل delegation بيعمل بيوفوض first level responsibility بيعمل first level انت بتاع شؤون ملايه انت بتاع شؤون فنية انت بتاع شؤون مثلا انت بتاع مشتروات انت بتاع supply chain انت بتاع تماما اخره don't decompose their sub level according to their philosophy in the management and production كل واحد كل واحد في first level ده بيعمل اوغانزيشن الاشرات بتاعه طبعا ايه لفكره والفلسفة الاضارة عنده والفلسفة الانتاج عنده يفضل تماما ان هذا الكلام يبقى مش كل واحد يختار حاجة من عنده يبقى فيه system فلنفرض يعني الايزو هو اشهر واحد وقت واحد ما اشتغلنا بيه وعارفينه في طبعا نوني يتغل الايزو في ادارة الشركات واي حاجة يعني وكده انا ما حنقول يبقى كل واحد في دول عنده system بتاعه المطابق بقبل يعني كل procedure يبقى له مثلا different processes وprocesses بقى من دارس لذا 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 يعني بما اي processes تقمع ما بين الشؤون الادارية وشؤون الفنية وشؤون المالية والمشتراوات وهو الاخر الحقيقة المؤخرة those who compose their sub-levels according to their philosophy and the management and production يعني مش يعني المفروض انه كويس نمو كل واحد عيامل حقته لكن همفروض تبقى within a system system very tight وفهم كويس او بقيت ناس بتعمل ايه وقوة system كل واحد عارف الكراتيريا بتاعه اوله فين واخره فين وبيسلمين وامتى وازاي وكلم بكل يطبع بيه بالجود system طيب in the system the top management shall be supported by the first level of the organization those should be very well selected and cooperative together تفتقولن ايه يعني انت the first level of the organization 2-2-3-4 those should be very well selected لذلك كل مخصولين بعناي cooperative cooperative together يعني متعوينين مع بعض the step organization is better than the horizontal one لأحسن الhorizontal لأني هيا بقى في ناس مصول فيها وناس بكل واحد المصول عن hierarchy تحتي وكل واحد فاهم وعارف شغل بعمل وبيشتغل مع بعض قوات as it gives the top management an ample time to apply the functions of management and increase their business بقى بالشكل ده عفيل الشايرين في the first level ببقى top management مش بقى top management مش واحد ده عشان يعني ايه يديل الشركة وخلاء يعني 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 يعمل operation أو يعمل الماجد على الشركة كده وخلاص لا المفروض فيه continuous improvement وفي continuous يعني changes يعني لازم ما فيش حاجة بقى ففي حال حالها يبقى فعل حال ووقف في مكانه وخلاص يقولك ده أنا بشعب اي 25-30 سنة الغال عن كده وانا خبرت يقول لآخره ده برضو محكومة اللي انه هو مش هيكمل لأن العالم بيجري ما نقدرش للنهاردة نقدر حاجة يعني المعجم project management نفسه ال20 سنة اللي فات واختلف تماما تماما وتطور تماما يعني تطويق اللي ما تباعش بقى وشاف اللين وشاف 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 الاجيل وشاف كده وقال آخر وو willing ودول على فكرة يعني في بعض الناس بتقول لأ ده يعني ايه زوج ده حاجة من دول حاجات اللي يعني مش عاقباني بيسموا الووترفول يعني الناس معاش بووترفول ده كلمة أنا محباش لكن يعني خلص يعني نشهروها اللي نشهروها نشهروها بقى بس ده مش ووترفول وقت الووترفول يعني ايه حاجة ايه بتكب بكده او حاجة يعني مش مش يعني ايه ترمز انا مش عاقبني الحقيقة لأ ده تردشيش المانجمم اللي بيتبنت بيه الاهرام واللي بيتبنت بيه صور الصين العظيم والمواردات البشرية اللي بيتبنت واللي قامت عليه دول وقامت حضرات الف سنة ولا كذا الف سنة يعني انما 20 سنة خليني دول طالح فيه حاجات فتير كذا اسكرام والأجايل واللي كله كلبنا كله انا برضو بحب بقولكم على هذا ان هذا الكلام اللي فهم بيعمل هذا الكلام بيعمل بدون ما يخش بس لازم يدرس لازم يعرف عنه أجايل لازم يعرف عن ايه لين انا دي مش دعوة ان انا ان انا بقول اوقف بقى عن اللي انت تعرفت مثلا لغسطنة الفين أو حاجة لا محدش يقف للحظة ولا في علمه ولا في معلوماته ولا في طلعاته ولا في تفكيره ولا في بحثه ولا في كم نقول اخ الان اللي يقف ما بيقف في مكان بيتأخ بيجعل وزي قال الله رحمه مصطفى محموز من حوالي 35 سنة قال الله رحمه قال لك اللي هيعيش الدول اللي هتعيش هتتجمد ومش هتتطور ومش هتقول الكلمة دي في النغي من زمان مستمعتها منه هيبقى المسافة ما بينها وما بين الدول اللي تقدمت اكبر من المسافة اللي بين الانسان والانسان وقد حصل ومش عايز طبعا انا بيتأهم حد بحاجة ولا بقول حد بحاجة ولا بصف حد بحاجة انا بقول كلمة بتاعة رابل من من الناس بحاجة حبوا بلدهم واخلاصوا لي وكانوا صارحين وكانوا يعني يعني بتكلموا بشكلام علمي عملي حقيق و يعني بيتكلموا بكلام عن حب يعني مش عالي يعني من يقولش علم من هما مسلا اتهمهم مش بأي حاجة الانسان طبعا اللي في الطوب ما عارش ما عارش بزيار اي واحد اللي هو فلو هو صاحب الشرك او شغل نفسه بقى بالكمبيوتر وبالجوابات ومن اللي جاء النهاردة من المجاش النهاردة والقهوة كانت ايه والشي كان ايه والمهندس ده مش عارف جاي ايه والسكرتير ده جاي ايه وده مطول ده لا لا هو كلام ده كله فيه الناس بتعمل بتاعته وبتديره حاجات يعني ايه يعني نبتاخدش وقته كله بقى الفانتش بتاعته وعملها يعملها صح ما فيك بيفكر بقى بيعمل ايه بيعمل استراتيجيك ما عارش منت مش مارش منت عادي القصة ان هو يدوب بيدير شركاته لا بقى بيفكر لها استراتيجيات بتاعته العجوية بتاعتها بقى ايه بتاعته بيعملها بس في ال Level الالتبير اللي هو بيبقى شركته على التطور بتتطور طبقا ليه ليه ما يحدث في العالم كله وايه بقى عارش في العالم كله فيه ايه ما يقولش بقى بقى زى من ناس كتير بس بتاعتقد ده احنا احسن ناس ده احسن ناس فيه في ده بتاعتك انما الناس في العالم كله يعني بعض مانتونة ثانية خالص بعض مانتونة ثانية خالص يعني انه فيه شركات اجنبية. ودي حصلت ايه يعني سنتين من اول كورونا ما تعملت. شركات اسماء كبيرة جدة بدون ذكر اسماء. غيرت فلسفتها في في الادارة. وغيرتها هيك للتنظيم بتاعها. وفي وفي كل حاجة عشان الكورونا. خالص. واستغنت عن اكتر من سبعين في المية من الناس اللي عندها. طبعا انا مش مع هذا الكلام. انا مش مع هذا الكلام. يعني اللي انا بقوله ايه? ان ان محدش يتمسك بيعني حتى البوليسة الشارت. او بندرسه بنظبطه بنعمله صحة. وبنفضل الناس سبحانه وتعالى عناك فيك سلكت كيلة والسمرير في عملك. اه يعني لازم يتبصله كل مسلا اربع خمس سنين ببصله من جدوره. ونشوف الفلاطفية ماشية ازاي والناس ماشية ازاي والرؤية ماشية ازاي والماركت ماشية ازاي والانترناشنال فيك ماشية ازاي والعلوم ماشية ازاي وتطور الاداري في الدعائم ماشية ازاي وأغير نفسي وأطور نفسي على طول. وده change management. خلي بلنا. عشان في خبط شوية بين change management والمانجment of changes. احضرت التغييرات. احضرت احضرت تغييره. ده. تتغير كلام ده كله عشان تحافظ على مستوىك وتحافظ انت تبقى دايما متصور ومتقدم ومساير وعكذا طبعا ما مزح لك من وفادي اشتركه هذا الاتجار لقوية والمكان ومتقدم حاول في مجرد مخاصر ومتقدم حاول قوت فهو مخاصر قوي خلط اكتجار قويس جدا مكيس مطاوم جدا ومعكتنين تقوم حاول قد يتحدث من تأكيد دايما محاول والمكتنين تحافظ اللي فيه تلاتة اربعة دول او اتنين تلاتة دول اختلف وما مع بعض في اي خلاف هتبقى على اصول مشاكل وكان ده انا شفته في شركات كبيرة والله انا شفته في شركات كبيرة جدا واسماء كبيرة في بعض دول الخليج يعني ان بيبقوا اخوات وكل واحد يعني ايه عنده مشاكل مع الاخ التاني وكان يقول له حتى الاب يكون يعني اتوفاه الله واللي بيدير الشركة نفسها واحد منهم ماسك في الطب وماسك حتة وكل واحد من اخوات ماسك حتة فاذا كانوش اخوات دول مع بعض ماسكين في بعض كويس قوي الدنيا ما بتبقاش مزبوطة معهم وبيتخلق مشاكل كتيرة جدا ومعما كان الكيان كبير ما بيقدرش يكمل وما بيقدرش يعمل الماتسق اوغانيزائشن هنا وصلنا يعني بلا لمش رأيه انا اللي بكلم felony عموما ده ده the best invention في ال organization يعني. بيبقى managing director هنا مثلا وتحكيل ايه? division manager. دول functions كلهم. دول functions. بتبتدي من الاول خلص فيه مثلا في business acquisition. الاول خلص خليني هنا. هنا division manager هنا. بيبقى ايه? سي حبيب بقى ال project management. ده اسم project management. خلص? وتحطي الناس بتوقع. ال division التاني بقى مثلا business acquisition. ده مثلا technical office. ده QAQC. ده document control. ده يعني كل functions اللي موجودة. QAQC. ال HSE. ال finance administration. يعني كل ده functions اللي بيبقى في الشركة. فيه احيان بيبقى فيه division مش جوه الماتريكس. يعني فيه division ما بتدخلش جوه الماتريكس. ستقوم بمسلا لو فيه ادارة مسلا مكتب. مش هتبقى معي ادارة مكتب. يعني ده اواتي. فيه ادارة مجدومة كده. فهذا بيبقى ال minejian director كده. ال function كلهم كده. كده وفيه some divisions are not complete in the matrix. وبيبقى إيه division موجود بيبقى project managers. بيبقى موجود. بحيث ان كل واحد من دول. امي يعمل بياخد من كل ايه ديفيجن. يعني ده مثلا بواجيك معجر محتاج من تكنيكا الأوفيس. ياخد من التكنيكا الأوفيس. محتاج من المحتاج من المحتاج من المخازن وهكذا. ياخد منهم ويكون ايه التامي بتاعه لو افتي كده. بيبقوا محاجر وضول ايه التام بتاعه. بمتاع ذا حاليي pansol餐bo uh e-pizza type of matters manchmal the first level presents the different division managers under the top management يبقى division managers أو function managers. The far left vertical line could represent the different production units managers. Production unit أو project manager يعني واحدة. The latter shall compose their team's members from the different divisions shown in the first horizontal level of the hierarchy. This is what we're going to say. The production manager. The teams are different. The team is different from the functions managers. The team is different from the project manager. The team is different from the functions. The team is different from the functions. The team is different from the functions. The first level presents the different divisions managers. The division manager قامت عليه function. Functional manager. The top management. The far left vertical line could represent the different production units managers. هي أن أعتقد أننا أننا سوف تقول أن كل تبعين ملكة في العili Maharقة سccont إلى ملكة قوانين مكتBeIch بمعنى ريكب الإشافات كم إجراءة أو من إجراءها فيه بروجيكت مثلا اه 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 اي تي مثلا بيزنس ديولومنت فممكن يبقى التيم ليدر مش من البروجيكت مانجر او مش من المهندسين او او الاخل لا واني بقى مرشوه في اي تي يبقى اللي الموضوع من الواحد من ال اي تي اللي عم بيبقى مهندس خليك ده سنعتين ثلاثة معه مهندس عمره خمسين سنة يعني الفكرة ان الليدنج هو اللي بيبقى اكتر تخصصا واكتر فاهما واكتر ويكون دارش يعني ايه ادارة مشروعات يعني ادارة مشروع دي مش فرحة ادارة مشروع دي مسئولية يعني ما عطلش انها مثلا بروجيكت مانجر يبقى ان تحت اي دي دولة يعني مش قدي ولا مش همين زي الابد بالعكس يعني انت يبقى شاب مثلا عنده مثلا خمسة اربعين خمسين انت خمسة وثلاثين سنة ومع ناس تحت ايه مثلا خمسة اربعين وخمسين ووقت الخمسة وخمسين كمان بس طبع كل حاجة لها لها كرياتير انت بتتعامنع كل واحد وعادي يعني انت تكون معجم كويس قوي وعرف ان الواحد فيه فيه ناس بتبقى تكنيكا فيه واحد الشغال حابب نوع يظل مش عادي يبقى فده ممكن يشغل واحد مهندس خليه بقى مثلا اربع خمس سنين وهو وكونستركشن مانجر ده رجل كبير اعبش ايه مشكلة خالص انها من فكرة ان كل واحد يبقى عارف حدوده وعارف العلاقات ازاي وعارف 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 ازاي تتكلم مع الناس كبير زغير اه ابيض اصمر بيتكلم بايه بمنتهى الزوق يعني ايه وابمنتهى الود وبتكلم بمنتهى اه حصن الخلق رجل كامده من او الاخر عشان ايه اه وبفاهم يعني ايه ادارة عشان يعني ايه ينجح في المسئولية اللي عليه اللي هي الادارة الادارة مسئولية مش فرحة ولا هي مسمى ده انا المدير يعني المدير يعني ايه انت المسؤول هنا. المدير دي. يعني انت مسؤول عن اللي تحت. هنأكلوكم رائعا لو كلكم مسؤولا عن الرأياتي. ده واحد الظلم معايا وانماس كتب. بيجنم صبتي صودة مش 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 في الدنيا بس. ده يعني شو اولا من الرزالتش بتاعك مش طيبة كويسة. والحاجة التاني ربنا حيحسبني على الكلام ده. This is one of the important functions of the matrix. ان ايه ان في الافقي مش لازم اكبر واحد مثلا هو اللي او قسم اللي هو اللي تقل لنوعية المشروع. يبقى عن البيزن ديفلوبمنت ممكن التيمليدر او برويجيك مانجر يبقى محاسب. دي حصلت معانا كتير كتير يعني. لو هو في ال it مثلا في ال it department هو ال it person. ال it engineer. ال it is possible. او ال بيبعك team leader. اي مش تيه اللي خالص. The easy composition of the teams in organization to achieve any project as result oriented. يبقى. It is one of the important functions of the matrix. اللي هو ايه؟ بيبقى result oriented؟ يعني ان انت مرتبط بالنتايج يعني موجه من حيث النتايج عارف انت النتايج وتعتك ايه؟ وتعملها ازاي؟ يعني مش قصة يعني انا بقى مدير انا نأ انت مديرا انت عارف قوي ازاي؟ تعمل الديليشن لكل واحد عارف عارف يعني ايه 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 كل انواع الانتاك عارف يعني ايه 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 ده هي مش رأيي ولا وجهة نظري بس انا طبعا احنا يعني ده ده ال best type of organizations يعني. اه عايز برضو اناول لحد هنا انه نظرا لظروف الحالية انه ما ممكن بيحصل اه تنظيمات وبيحصل اه production اه اونلاين بتير بتير. يعني ممكن واحد مسك مدير مشهور شرق الاسط وهو عايش في امريكا. وعمر مزار البلد دي حتى يعني ممكن انا مدير مشروع فى امريكا ونمشفتش امريكا بعيني لو بدي مشروع حاصل هناك. انا اللي موجود فى انا يعني من مثلا من 35 سانة ولا هكذا ما كنا من ربي في أولادنا وغير من اللون جامل أنت ممكن تفتر في أمريكا تتغلق مصر وستعش في الصين يعني ده يعني فلازم يبقى الكواليكيش بتاعتك ولازم يبقى الكاركتريسي بتاعتك كإنسان أنك تبقى مع أي حاجة ومع أي تغيير فلازم يبقى يبقى فكري ولغاتي والإنتانشن بتاعي ما يقفش على نصة عن دقية ده من حكتي ولا ده غاري ولا ده قريب ولا ده بلدياتي ولا ده علاجيني لا مشكلة من ده مشكلة من ده أنت بتكلم على الإنسان كإنسان كمنتج المهم إيه أسباق بقى اللي بتخلي يعني على الفكرة هم تتكلم على الفانكشن التاني في الفانكشن الفانكشن في ماشي في اللي هو اللي إيه ال بلانيك ثم أرجانيك ثم اللي إيه وعليه كنترول إحنا تكلمنا على الانفاليو كلما يعني كم بكل حنكمل بلو وحن نمشي كلها إيه بتصراوز ما بعضها وإن شاء الله يعني يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أكيد اللي ناس بنقعد مع بعض كده مرة في الأسبوع أكيد أكيد حسنوا الفرق يعني أكيد إن شاء الله يعني بكلكم كده يعني إن شاء الله كل المعبودين وكل اللي بيسمعوا وكل اللي بيحاولوا ويعرفوا لو صلوا الغرق أنهم يقوموا وعلى الشغل الشغل اللي بيضاء this organization is the best one for a lot of reasons first point is giving to the organization the opportunity the easy increase of the production units without affecting the hierarchy itself يعني بتدي للمنظمة أو التنظيم أو الشركة opportunity اللي هي الإمكانية أو المكسب إن هي بتساهل ال increase اللي هي زيادة الانتاج أو وحدات الانتاج من غير متأثر على تركيب نفسها يعني يعني أنا عندي مثلا أنا شركة خير بابل التكلم على إيه أعرف حق قدنا لشركات المأولاد أنا شركة المأولاد عندي project management department فوق خاص ماشي وبقيت الموجودة أنا معاي ثلاث مشروعات مش كده فالثلاث مسائل دي ممكن نيبقى عصرة وكل project حيوحدة لوحده وبالконترول بيبقى عليه لوحده فبيبقى يعني القصد اللي بيزيد ممكن يزيد عدد production units اللي هي الرائطية من غير ما يأثر على على الهيركي بتاعتش تركيب نفسها يعني نفس التركيب هي هي يعني من أول الوحصول على الشغل لغاية في الأخذ خالص الـ HR و administration ما هو سابتين مثلا ما بغير ش حاجة في المنية أو جهشة بتاع المؤسسات أو بتاع الشركة أو بتاع الـ corporate إنما بيحصل increasing بيزيد مشروع بيبقى مع أول level في أول خانة اللي هو شفناها على الشمال خالص دي وبيزيد بقى خمس مشاريع أسة مشاريع عشر مشاريع عشرين مشروع فدي مش هتفرق لا في التنظيم ولا في الفكر وبيمشي اللي عنده management system حيلاقي إن الدنيا مشي معاه وعمال بيزيد وبيكبر وهو system بتاعته زي ما هو و improving بقى طول من التنظيم Also to the best solution for the resource management ليه بقى يعني ده أحسر حل للايه لإدارة الموارد طيب تيجي إزاي مثل حنتكلم على إيه على البشر الأول اللي هي إيه الفرست اللي هي اللي هي إيه فور أم من باور material machine money صح طيب هنقول أنا عندي مشروعين ثلاثة صغيرين في أريق قريبة من بعضها ممكن يبقى عليهم project manager واحد صح ده إيه اللي هي solution for the resource management أو مثلا كل أحد عليها project manager بتاعها technical office manager للثلاث مشروعات مهم جنبوا بعض وفي ناس الجامدة قمناها في فيبعية تكنيكال office manager شغال على يعني في موانسين ثلاثة هنا موانسين ثلاثة موانسين ثلاثة هنا واللي مسيكم على بعضهم مين اللي هو technical office manager مسكت ثلاثة مشروعات ماشي ممكن إيه بالنسبة لل contract management contract manager بتاع الثلاثة مشروعات برضو واحد ثلاثة أو اربعة زي ما يكون يعني مش مصابل بعد يعني مقدر ما هو وقته يسمح يجي ياخد مشروعات في المجال ده من غير ما يأثر على الايه على ال 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 بتاعه يا رب يكون كلمه وصل يعني لو في اي حاجة بشانس محمود بشانس احمد يعني لو في اي حد يرفع ايده وعيس اي حاجة يا مولادي يعني معايا معايا اه طيب اي حاجة بس مثلا انا في مثلا في منطقة معينة ومسلا في الماشيناري اللي يازم اقول الماشيناري مثلا الماشيناري انا جايب انا عندي شغل يكفي مثلا حفار واحد عندي ايسكابيتر انا مأجره يوم اه اشتغل على مشروعين او ريبين من بعض مثلا هنا اربع ساعية وتلس ساعات ونص وهنا مثلا تلس ساعات ونص اربع ساعات يبقى دي خلاص امير مخازن كل واحد تفئة مثلا واحد الشاب صغير مثلا في المخزن او حاجة وامير مخازن للمشروعين ثلاثة اه مسلا يعني بقصد يعني ايه ان ممكن واحد امصول عدة مشروعات في نفس الوقت لو المشروع صغير عشان بقول جميع الناس تقول لك ايه اه بس ما عندز هو انت احضر تلاقينا كل الناس دي كل مال خلا هو انا بس يقوم بيها واحد ايه يقوم بيها واحد يعني حلم يسميه كده انما في واقع الامر هو ايه ان انا ما يبقاش حاطت مثلا مشروع اه مثلا صغير وحاطت له مثلا ما اقتير تحتي بقى وقالت عشو نص وقالت كنت بقى لا يبقى شباب مثلا بس يعني المختبر لعمر يعني سنتين ولا حدا والماناجر ماسك الشغل في المشروع الثلاثة اربعة خمسة يعني بقدر الوقت يعني مش ضيعة لريزورس بكلمة على المانباور ادي الماشيناري الماتيريال نفسها نفس القصة عندي في الماتيريال انا عند مشروعين جنب بعض الاتنين مسلا عايزين سراميك الموارد السراميك دابلي هنا شوية بنفس العربية بنفس هنا شوية يعني القصد ان ايه ده انا التقريب بول بتتكلم بول التقريب بول انا اكتر حاجة كونكريت ولمسينها وإلى حال ياخد بالو منها انما الفكرة يعني انا هو الموارد السراميك الموارد السراميك الموارد السراميك اي مشروع مثلا بيزنس امبروفمت مثلا او او اي 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 موضوع اي في زوية ستاديز مثلا او اي تيم لأي حدا ممكن المدير بتاع الفريق ده او المشروع ده او المشروع ده يبقى محاسب ممكن بنادرس مثلا تأثير مثلا الكورونا فيروس على القانون او على او على او يبقى انا عندي ايه يبقى انا عندي التيم ريدر بتاع الكلام ده يبقى محامي ما يمنعش بيش المقام مواندس عجوز و الرئيس المدرس ده يبقى منبر في التيم ده خلي بالنا يعني التيم بيدنق وال التيم بيدنق وال بروجيكت يعني مزته ان هو يعني ان انا اعرف ان انا بروجيكت مالجر يعني مش انا احسن من حد لان انا مسئول عن حد يعني مسئولية اكتر منها احسن بقى ان انا ترقيت بقى بيت فوز مالجر انت ما ترقيت ش حبيب شلت الهم وشلت المسئولية اكتر فهنا بنقول ايه كل واحد في في أو في الشركة يبقى في من الايام يبقى مدير مشروع كذا كذا هيبقى علينا الليدر بتاعها بقى محامي والتاني الليدر بتاعها هيبقى محاسب والناس اللي موجودين معاه مهندسين بقى وملاحظين كل حاجة كل اي اي تكنك اي اي يبقى معاه ودي على فكرة انا مش بتتكلم على خيال ولا انا بتكلم على وقاء وحقيقية وحصلت معنا خلاص انا زينا شفنا كده فيه مميزات جدا واي ورائعة يعني وبتعمل بتتر مانجمت وبتر رزولت وبتر كوميونيكيشن والحقيقة يعني طيب واسباب كثيرة تانية يعني ممكن يعني انت ولو الواحد هو اي عاد يقعد يفق يلاقي فيه مزاق كثير من طيب فيه بقى في هذا الكلام بس الدفاق داناتك عن ايه عن عدم فهم ال first line ال project manager لأيه الروض بتاعته ان المدو مسؤولية مش 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 ايه 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 أو الأعيب الأساسي في الماتر تتولد من من عدم فاهم فلسفته من الأعضاء اللي موجودين في التنظيم يعني إيه الكلام ده مالتي ريبورتينج لابل يعني إيه مالتي ريبورتينج لابل أنا دلوقتي مهندس مكتب فن مستكتب مدير مكتب فن مع بروسك المدير المباشر بتاعي تبقى للشركة هو مين قال له مدير المكتب فن الكبير مدير عامل المنشؤون الفنية ومدير عامل المكتب الفن زمائي 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 يسمى كما يريد فالتكني كان لي هو بيدبعه يعني هو بقع في أي مشكلة فنية مش قال لي عدره كاب يوصل لمن للايه إن مفوقع الأمر هو إيه هو تابع لبدير المشروع يعني لازم يبقى الاتنين اللي هو مدير المشروع مدير القسم أو رئيس القسم أو مدير القسم سواء أي حاجة من دول يعني يبقى عارف باش قوي إنه هو والتواجيك مانجر ما همش على صرفي مش في صراع على حاجة على واحد لا ده هو ده بيتبع التيم بيتبع التيم للفترة اللي التيم شغل فيها إنه ما هيخلص المشروع ده وهيرجع تاني للمين المدير المباشر بتاعه وفي خلال لو عنده أي مشكلة أو متعلقة بالشغل بتاعه بيرجع للمين اللي هو عدم منه التكنيج الفنان اللي هو المدير بتاعه اللي هو في الكوربات بقى مستعرفة الفلسفة من هذا الوقت اللي هو عدم فهم فلسفة الفلسفة الورغانيشن ده التنظيم ده يعني هو معمول زي ما قلنا بس أني هم حاجة بيعمل إنه إيه بيديك بيديك بتر وي of the confusion happened to the organization members feeling that they have two bosses or two levels of reporting at the same time يعني أنا الوقت QAQC في مشروع معانجر QAQC أو مدي QAQC في مشروع عندي اتنين مدرين واحد QAQC مناجر اللي هو في الCorporate اللي أنا تابع له فنيا وعندي مدير المشروع اللي أنا بشتغل معه طيب أحسن ليه اتنين مديرين ما هو خلي خلي بالنا بلو حاجة المشكلة دي بلو المدير نفس اللي هو حاس إنه هو ما ده مدير هو بقى يعني السيطرة يعني هو لا زي ما بنقول المدير صاحب الهم الأكبر مش بتاع لا يعني انت تفرح قوي وانت لست شباب كده وبتاع من شغلنا كده واحدة مركزة وانت بتعمل اولك من اخرك لكن كل ما بتكبر المسئلات بتكبر وهموم بتكبر والإحساس بالمسئولية بيكبر يعني فالمهم يبقى إحساس الواحد أنا عندهم دين هو يعني خصوص بلغة مكروش ايه يعني مكافتين او مكروش يعني تهمين كويس قوي بتاع شغله ايه وده شغله ايه وده الترجم بتاعه ايه وده كريتير بتاع ايه وده طبعا للناس اللي هي ايه يعني ما درستش ومعرفتش يعني ايه يعني ايه إنما أنا واثق للناس العالم على نهاردة سمعت الكلام ده كله هاي حاجات كتير حتى ايه حيحسوا بيها يعني حاجات مرت عليهم وممكن نشوف كيس بعد كده اللي ناس تقول لنا يعني كلام تطبق معهم السي the conflict of interest that would happen between the divisions and the projects in case of not understanding the system يعني لو ما فيش فهم كامل بين ال functional manager وال project manager بيحصل conflict conflict of interest بمعنى ايه يعني انا مثلا ك functional manager مثلا مثلا يعني انا محتاج technical office انا بتاع مشروع معي والcorporate اللي هو الكبير بقى محتاج لحد من المشروع ده عشان يساعده في مشروع جديد او في مطلوب تاني او في اي حاجة تاني الطلب منه هيامل ايه هيجي يكلف حد من جوه المشروع اللي من جوه المشروع ده قد يكون وقته مليان جدا وحتى بيشتغل اكتر من اي شغل تاني مع مين المشروع فما ادرش انه هو يسمع كلام مين اللي هو الفانكشن المشروع اللي هو في الشركة يعني المدير بتاعي المباشر اللي في الشركة اللي في القسمة بتاعه بتاع technical office محتاج مشروع تاني يستجرب ه دي او برش اللي من جوه دي انه نعمل عشان مشروع تاني وعن وقت كله موجود في المشروع اللي انا فيه مش conflict of interest في الفلوس بقى ولا في الحاجة الخاصة لا conflict of interest في استخدام الرزورس اللي عنده خاصة مثلا الالات المكانيكية مثلا احنا عندنا مثلا في الشركة مثلا حفار واحد خلاص مدير الامدادات او مدير الورش مشروع عايز حفار ده يوم مشروع في حتة تانية عايزة يوم تاني او عدف نفس الحاجة فده الفلوس في الحكة دي اتكلم عن الفلوس الاول positive مش negative انهم بيتخانقوا على interest معين لا يعني قصد الحاجة في project بحتاج لنا في project التاني و 24 ساعة بس طيب how to resolve the main defects of the matrix organization ازاي حل الدفاكس الاساسية الخيمات ال والحقيقة الحاجات دي هي عشان تقوم بقول حضراتكم غالبية انا مش بقول مش ما تفكرت بس يعني ده من فضل الله سبحان وتعالى احنا بنحاول نربط في عقلات اثير مش هتتككرب بهذا الشكل او يعني انا لازم نبقى مسكين الاثنين بالايد دي مسكين التكنيكالي بتاعتنا والخبرات بتاعتنا ويدي التانية مسكين في الالم اللي هو ايه اللي بيسموه الاكاديمي انا كله عملي ويبغته يبغته اللي اشتغل معاوضين مشروع شاطر من الاول ومخلص وتعلم منه عن ايه دير مشروع وتعلم منه قبل اخره قبل ما يفتح كتابه ويقرأ 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 كل ده كل ماقول اخره يعني الموضوع لازم تبسك الكنين بييدك دي وبييدك دي وده يعني ده مش ده سر لنجاح اي حد عاوض نجاح كوندير مشروع او مش مشروع بس ويقبر يبقى 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 يعني يكبر وبتكبر معاقه ومخدراته ودراساته يبقى خبرات في ايد والايه والعلم العلم العملي في ايده التاني بسيطة 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 وبين ال project managers in general all members in the organization should be aware of the system كل أعضاء الorganization الشركة المؤسسة الدائرة الحكومية الذين يبقى عارفين ايه ال system and practice and practice it and transfer it to be a normal culture and give it into the organization يعني أنا في مكان بيطبق المترك الorganization كل الناس لازم تبقى فهمها وعرفها كل الناس بلا استثناء بلا استثناء تبقى فهمة وعرفة يعني الموضوع ما هوش ما هوش كامية يعني أو ما هوش حاجة يعني مستخبية يعني يعني اي حد بيسمعنا هذا الاول مرة يعني مفيش حاجة مستخبية أو حاجة مثلا مؤجزة أو في حاجة مثلا مش بتتكلم بقى على تكففاض ولا تكام ولا فاي ولا إبصاي وهناقلها احنا بتتكلم على الحاجات فعلية وعملية يعني طيب كيف تتكلم المنزل المنزل مجدد الزيق العيوب هي مش عيوب يعني المشاكل الموضوع تكون بيين بوضع تنوط بيين المنزل 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 تنوط معنى يعني يعني انا ممكن يعني لو انا مثلا معايا مش اوضوات مش هاخد مش هاخد بقى يعني مش هعمل هيبقى فأنا يبقى هيبقى ايه هيبقى ايه حيبقى زغير يعني المشروع خمسة ستة مليون معنى بتاع ومش ملتاك عاجات كتير يبقى انا بشغل ايه بقى انا كمدير مشروع لازم بقى 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 ان انا ادير بتاعي على قد يعني اطبرتين بقى بقى ما بهم اشي هاجل الفوضين بتاعه كبير او معاقد او اخره انما انا بيبقى عنده كل وبعنده ال بيبقى نوع من ال ايه بيبقى مثلا بارت تايمير مثلا او بيبقى كزا مشروف بيبقى شرط بتاعه زغير وبليفل واحد مع بيش في التعليف مثلا بتاع مشروع كبير يعني اصغل عشو المشروع في مصر هنا مشروع كبير يعني على البحر الأحمر ومعشان من اعظم الشركات المقردت في مصر يعني مشروع اسمها ثبرا عشان يعني ايه ايه يعني عند التعريف يعني كان عندي مية وسبعين واحد مية وسبعين واحد في الهياريكي بتاعتي بتاع المشروع او لغاية الان يعني اللذ Н般ançاء بشتغل معائي او مش بتغل معايا او underway مشتغل معايا انا بشتغل معها بصراحة يوم رؤاد مني في الشركة وكانوا كتاب قالوا ايه احمل خد من فى الشركة وكانوا الحق boring الاشتراكات في مصر يعني الحقيقة ربنا يواصل فيها خيارات كتير وفيها يعني عبقرة في الضارة وعبقرة في التنفيذ وبس يعني يلا how to resolve the main defects of a mic organization vertical يعني ان جو الماتل organization لها ممكن يتعامل vertical وhorizontal organization الجواية يعني أنا خدت الوقت يتم أنا الوقت من جوة شركة عملت النفس ايه project البروجيكت بتاعي بقى وانا مدير مشنوع اعمل اللي انا عايزه اعمل horizontal اعمل vertical بقى اعمل matrix تاني لو انا عندي كلام دا كله لو انا في حتة يعني حتة انه كان فيها different areas فكان لازم matrix يبقى موجود different areas في تكنيكا الوفيس واحد بيخدم على كل الارياس يعني بكل العناصر بتاعتي في الماتل المعليف في الماتل organization موجودة اعمل دي مشروع اسم مشروع اسم مشروع اسم واحد انما في different project sub project هو اسم مدير مشروع كذا 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 المدينة السكنية كذا 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 وعندي مثلا خمس ست مش خمسة ستة وكانوا عشر اثناشر عشر اثناشر مدير منطقة دي وفي دولة من دولة الخليج برضو كان عندي هاتفة مشروع بتلاقي ان انت جول المشروع بتاعك نفسه لو اقبل مشروعات مش اقول اقبل بورتفوليو مشروعات كتيرة جدا وكلها يعني ايه مش بورتفوليو لا بروغرام يعني بورتفوليو بيبقى بيستعمل حاجات اكثر من كده طيب فممكن كل واحد في الدفارتن بتاعه يعمل بقى ازم ما هو عاوز ده عجلة بسيطة يعني ده تبع trend بتاعه بس بيبقى المسئولية طبعا كبيرة لانا عادتنا في المبدأ بتقال ايه المسئوليات بتفوق يعني المسئولية لا تفوق يعني انت بتفوق العمل خلاص انما المسئولية يعني انا مسئول كمدير مشروع عن كل الناس اللي تحتي مش التحتي يعني ان انا يعني فوقيهم لا يعني في اوغنسة شارت انا فوق في اوغنسة شارت كل الناس اللي بشار معايا انا مسئول عنهم اللي معايا أنا مسؤول عنه. تمام؟ طيب. As mentioned before this will depend upon the team leader. فلوظفي ايه اثمان. يعني team leader هو هل سوف توقف الادارة. يعني انا اذكر. ده على الفكرة مجمع اوان انت انا حكيت القصة الى قبل كده وحبيب واخوية وحنا يعني اكتر من اخوات يعني. هو اللي هو اتجاه معايا. قول لك انا عندي المهندس بمقرأ عامله حتيتين كده زي الحصور. اللي بقول له عليه يلو رقية واحدة وحتى واحدة. طبعا انا دي فلوظفي. وهو شايف كده وخبراته وعمل كده فلوظفي يعني ايه. مش بقصرة ايه ولا انا زعلان منه بالعكس بقى اخوية وحبيب يعني. انما دي كل واحد بقى بالفلوظفي بتاعته. بالرؤية بتاعته. بالدراساته. بالنتاج اللي حققها من الفلوظفي اللي هو بيعملها. As mentioned before this will depend upon the team leader philosophy of management. انت راجل ما دير مشروع. فاهم يعني ايه مشروعات. فاهم يعني ايه team building. فاهم يعني ايه organization behavior. behavior. فاهم يعني ايه result oriented. حتى حتى عرضت تشتعل كويس. وده اللي بقى الايه ده اللي انا تقول عليه. يعني يا بخته اللي يقدر يقابل الحمد لله قابلني ناس عبقرة. اللي انا تعلمت منهم. يعني ايه ظهرت مشروعات. قابل حتى ما يكون اللي كلام ده نعرفه. وقابل ما نعرفه. وقابل ما نعرف سكررهم. وقابل ما نعرف عجم ايه كامل من الاخره. يعني احنا في شبابنا. يعني في البدل في عمرنا. تعلمنا على دين اساسية قبار. قبار. يعني الله ارحمه. وقابل ما نعرف الصحة للمسل المقودين يعني. يعني. He will be result oriented. by the organization. and he has to choose the system adequate. with this type of management. فالزا ما اقول الاركوزة اللي قدر يلسه بنقول كلام ده. ان كل واحد بقى ايه. له فلوظفي معينة. وطبقا للخبرات وطبقا للدراسات. وطبقا لايه. الخبرات السابقة. يعني ايه. هتلاقي لانكوزة بيتوضي بنفسه. بالطريقة اللي هو عيسها يعني. اه. 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 دي احد مشاكل باتول اللي بتقابل الناس. اللي درس البي ام بي. او درس البرنستو. بي ام بي وبرنستو. ده ميثالولجيس. ده نظام ثابت. لازم يعني. انت عايزوا ننجح. عايز تستطيع بل انت درستو. لازم بيبقى اللي معاك الدرسيين. اللي معاك الدرسيين بطبقا نفسه. لان دي. مش دي مش. دي مش زي تغوم. دي مش كاركتوريسة اللي كمدير مشروعة. ده دي. كيفة تدير مشروعة. البرنستو. والنظام. نظام. ازاي تدير مشروعة. والبي ام بي نظام. ازاي تدير مشروعة. خلاص. مش 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 انت كاركتوريسة بتاعتك ايه. بلت ممكن تبقى. بي ام بي ام بي سرتفايد. وانت قدرش تعمل حاجة. ان كل الناس اللي عندك. هم ماش تهمين يعني ايه بي ام بي. وده مش كاركتوريسة اللي بتقابل الشباب اللي هما بيبقوا ايه. بحطيني على الشارعات دي. وبيبقوا فاكرين نفسهم ان هما يعني ايه. ضيعوا وقتهم. وخسروا فلسهم. انما كلام ده مصح. اللي عمل بي ام بي. اللي عمل بي ستو. ما خسرش وقت ولا حاجة. بس يتطور نفسه. ما يقفش عند ان انا بقيت بي. انا بقى دي المشروع ان حصلت. لا. انت درست الميثولوجي وشارط فيها. وطور نفسك. وما تقفش في مكانك. ومش كتر شهادات. مش مثلا انا اقول ايه عروح بعد الاسكرام بقى. واقول ده انا مش عارف ايه. لازم ااخد الاجائر وابقى لا. يبقى الابريكيشن مع بعضه. وكل واحد برضو مسؤول ان هو ايه. لقوا انت ربانا قدرك. وانت مثلا مسكت مشروع او الاخره. لازم اللي انت تعلمته واللي انت تعرفه ده. ده مسؤولية فرقابتك. وخيركم من العلم العلم وعلمه. طبعا في ناس بتتفاصلها على القرآن او الدين بس. لا. كل حكا. ايه كل انواع العلم انت ربانا اعرزك به. خيركم من العلم وعلمه. يعني طبعا الناس. كل واحد في المجاله بيعدع ان هو ذا للعلم ده بس. لا. كل انواع العلم. كلها كلها. علوم انسانية علوم النسية. علوم فنية. علوم طبية. علوم صيدالية. اللي الربنا بيرزقهم على علمه ويعلمه. ده ايه? ده خيركم. خلي بنا. طبعا، ميزات المencedة الناس بها. هي دي بقى ايه بقوا لان انا مش مو ملغب بالسرونج ماتريكس لان الماتريكس في المعالي PMP في اعتقر الويك والسرونج وال والبروجيكتايز بحاجة زي كده انا مش ككتر انا بصوت لان انا PMP درسته برضو خلي بالكم يعني مش ما سكت عالشه والبرزستو عشان كده بكلم عنهم بقلب وكل واحد فيهم منهم ميزات حلوة جدا وكويسة جدا وكل واحد درسهم اخد ترمينولوجي كويس قوي ودرس كت جميلة جدا لكن الابليكيشن بيبقى صعب شوية لو هو وهو جوه سيطه جوه في منظمة جوه حتة ما بتطبقش البيلس او البروسيدرز بتاع دي كل واحد منهم لها لها بروسيدرز لازم تتعمل البيلس او اخفض لانك اذا معاك اذا فيه عنده واحد بس ما تطبقتوش في البيلس او البروسيدرز او 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 البروسيدرز او 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 البروسيدرز المهم او او البروسيدرز جا ما قلنا من قبل كده فيه حاجات تثيرة جدا محتاج ان انا كلهم بقى معايا واحد يعني الـ IT لو مشروع كبير قوي لازم بيبقى عنده 1-2-3 لانا ما فيش حاجة في الدين هالله تمشي بغير ايجينير سواء ايه او هارد وير بتلقاته المشروع النهاردة ما فيش حاجة اسمها يعني اما باقي حاجة بتكلمه عن الفكر في التسعينات من الخطنة اللي فات يعني مشروع من بعيد ده من 25 سنة بيقولك تعريف الامي الامي يعني تعريف اللقتي الامي في الدنيا ايه اللي هو يعني ايه امي اللي ما بقى عارش الكمبيوتر يعني بقى عارش الكمبيوتر ومع الـ IT بقى امي مش بقى اللي هو ما عارش يقرر بيكتب امي فش يقرر بيكتب ده حلاص يعني ده يعني عملية ما بقيتش كده خاص ف بتا سوليوشن دي اول دي الاهم الانتج التكنولوجي التكنولوجي الجديدة اللي اقول اخيرها وطبعا اي تكنولوجي ماشى دلوقتي ماشى مع الـ IT والإنترنت والثنكس والجي فايف ايه انا كلات حاجات كلها للأسف احنا ما كناش وعارفين احنا كنا فاكلين اقصى حاجة عندنا كوكب اليابان كوكب اليابان وكوكب اليابان واللي انا شايفه ان الميزة الكبيرة بتاعت يعني اسكن اسكن لكم نسمي دي ميزة يعني بتاعت الكورونا انها يخلت الصين فضحت نفسها الصين بقى الفرق بينها وبين اليابان يعني كوكب اليابان في الصين اعجاز علمي مالوش حدود يعني هم عشان مثلا يقاوموا الكورونا مالوش ولا حال دقولونك قابلت مين ولا بقى لأ عندهم كاميرات في كل حاجة يعني كان واحد يبان عليه كورونا ما يسألوش انت رحت فين ولا قابلت مين ولا حقوق مالوش لأ عندهم الكاميرات كلها والدن و و و و كذا فلان 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 يجبوهم على طول على طول النقط هاية المهم فيعني ايه وبعدين مشروعات اللي عاملها مبهرة الجسور اللي عاملتها مش عارف جسر بينها وبين ال بالباكستان حاجة دي كده يعني يعني الصين انا طبعا انا مش انا متعاصل بالحد ولا انا يعني مش باسة حن حنعوز حاجة بالحد يعني حنطاعهم محتاجين لبعض محتاجين لولادنا محتاجين ل لكم كلكم لناس كلها لك مش بكلم على الاحتياج ده بتكلم على ان احنا مش مش بنقول رأي مجملتا لحد ولا ولا يعني ولا مقابل حاجة ولا مقابل كلمة شكر يعني اللي انا بنكلم فعلا حقيقة ان الكورونا دي كشفت الصين وكشفت النهضة العلمية العملية اللي هم عملوها وحققوا انها حد فيها كبير طيب المنسكية اصف حاجة من نصف حاجة من نصف حاجة وعندقاء انتفا من نصف حاجة من نصف حاجة اوسف حاجة اللي هي الفندق والمستشفى او تصغل بقى الكلام جديد اللي بيقصص فيه كما الفط الانترنت كل الحاجات اللي هي الموزة اللي اندو كلها لان فيها عناصر كتير جدا وبيبقى فيها يعني ما ان شاء الله اعمارة اللي بنعملها انا بقولش الامارة بسهلة يعني السيبون يعني ايه الا السيبون ده المعروفة ومحفوظة يعني حاجات الانفراستركشن فطوط مية فطوط مجال تبقى يعني حاجات يعني ايه يعني سيمبل بروجيكس يعين تضيع تهلك سيمبل بروجيكس بتحلىها بقى بخلي سب 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 تيمز جوا أو سب براججج جوا قل لما سيحد اخر المستشفى الي جوا في نجينا واحد مسيل سب تريض المشر طيب يحتاج الخليط من المتخصصين يعني يعني يجب أن يكون متخصص يعني الفكرة في إيه يعني أنا عندي خبرة في كل حد وأي حد يشتغل 10-15 سنة كهرباء ميكانيكا عمارة مدني وإلى آخر لكن لما يدير المشروعه بقى ومشروعه كبير لا أنت الـ experience بتاعتك والـ previous experience بتاعتك أنت مش بتستخدمها عشان تضبقها أنت بستخدمها عشان تراجع اللي بيطبقها يعني يتعلمه وهو ما يعرفش وهو اللي يشتغل وإنت اللي تطبقها وإلى حد والكلام ده أنا بطبقه برضو ده كلام عمي ده مش كلام برضو بنكره وبرضو ما حدش يقول أنت لا لا إن أنا يعني ما يعني لا أنا عندي العلم ما يطلق عليه أكاديمي ده لازم كلنا نعرفه لازم نبقى بتطورين فيه ونعرف آخر تطورات اللي فيه يعني ما حد شايفهم كلام مننا يعني إيه يعني بكلم على العمل بس أو بكلم على ده بستخدم فالميكس أكاديمي فالميكس أكاديمي يعني أنا أنا عرضا أنا بشتغل مثلا على كمبيوتر وبشتغل مثلا في المجهرة بشتغل على على أي حاجة لكن ما هيش بوفيشنال زي الشباب الجميلي اللي عندو كل زيكم زي يعني واحد المهنسة عمر سليم ده عبقالي المهنسة أحمد حسام المهنسة محمود ناسي تيردون عمر عمر عبدالعزيز أسماء كتير جدا 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 بشوفها تامر ومحمد موجودين برضو دول اللي كانوا معانا في الصعودية الشباب بزيل فل يعني أظهر من ولدنا ما شاء الله يعني دول اكسبرتيز دول يعني أبقى مدير مشروع أبقى فاهم وعارف عارف عن إس كريد يلينج عارف يعني إيه إيه كوسي عارف إنما المتقصصين اللي معايا الشباب دول أو مش كان الشباب يعني تصني لا يعني التخصص هم جدا ولازم وأنا وانا وانا من فضل الله سبحانه وتعالى ما صمم بإيدي أكتر من 200 مشروع ومنها تطور زعالية لما يبقى معايا في المشروع بتاعي أنا ما بفتحس بقت إلا إذا مرضوط تطلب يعني لكن اللي بتكلم مين الإنجينير اللي هو بتاع المشروع بتاعي بداعي أن أنا برضو دارس وعارف لما ببقى عارف في اكتماع مع وانا ما آه ولا أولي حالا انا ما مشبنان اللي بتكلم على الإيكو سيل اللي بتكلم عليها مين اللي هو الإيكو سيل سبانسبل أو إيكو سيل ما جل ما قلت في السايت وهكذا الانفضل نفضل دراس فعان وتعال بتكلم مين الانفضل هو ده اللي حب نقول عليه انت كمدير مشروع فاهم الكلام ده كله وعارفه لكن المتخصص هو اللي يلازم متكلم هو اللي لازم يبين شغله هو اللي يبين حقته وللازم ايه يعني ياخد حقه من التقدير ومن الشكر ومن الصعوب اللي أفهم من الناس كلا يعني 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 الفنشنال دبارشن زي ما قلنا لو الفيست دبل اوغنزها تشار خلاص فانت عما يبقى الموضوع زي ما قلنا انا ممكن اوي انا كفنشنال مانجنب واحد عندي اوي خلينا نقول ال HSE عشان ما قلش مهانت ال 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 الهالث او السيفتي السيفتي انجينير او السيفتي مانجر او السيفتي كونترولر او زي ما نسمي او السيفتي اوفيسر ممكن اخير السيفتي اوفيسر لكذا لكذا مشروع فلال اخير فانكشنال مانجر مانجر دبار ايه كخبرتي ك HSE مانجر عارف ان المشروع ده يكفي مثلا اربع ساعات كل يوم من الرجل ده جنبه مشروع تاني محتاج مثلا ساعتين من المشروع التاني ساعتين فده ايه ال بات ال وقت بيبقوا الناس جوه نفسه فاهمين كل واحد تاني ايه تاني تاني مانجر بات ايه 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 اني فاهميني الكمميليكيشن ماشية ازاي انا علاقتي بمدير المشروع ايه انا بسال معطل المشروع وانا الريزالت ستحت في المشروع بتاعي او المشروعات اللي اتشغل فيها ممكن يكون تشغل على المشروعين على ثلاث مشروعين ويتوزن حتى في الكونترك مارجر من تحتك في سراجات تراوي ما تعرفش وظيفة الكونترك مارجر ولو انا انا ممارس من امتى من ال 89 90 من المكتف فاهمان يعني اللي هي الكونترك مارجر مهم جدا جدا لأقصر الحدود كنتك مارجر رجع في البروجيكت او في الورجانيزيشن او في الشركة فاي حاجة ده اي جواب جاي من بر الورجانيزيشن او المناء مخصوح او المكان لازم يعد عليه الاول قبل ما يتخر ويراجعوا واشترحوا ويراجعوا قانونيين وكانوا من اخر ما فيش خطاب يطلع لاي واحد اكسترنل الا لما يعدي على لو الوزير اللي كان لازم يعدي على الايه لان كلمة واحدة او حرف واحد يتحط في كعبارة في خطاب او في مكتبة او في اي حاجة وطلعت برا بتبقى يمكن تعمل مشكلة كبيرة زي يعني ايه مش عارف التخلي عن اراضي ولا عن الاراضي في مضابط عكم دي بتنكبر او الاخر يعني يعني بفي فرصة ان المتخصص لازم يعمل الاراضي مهمة جدا جدا دلوقتي في اي مشروع الاراضي او 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 الاراضي اللي بنقول علي مشوية انه الاراضي عندي على مستوى الشركة عندي مثلا زي ما قلنا اي اي مانجر بتاع 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 مانجر بتاع مثلا مخازن بتاع اي حاجة ممكن بقيه ما احسن حاجة عندي مثلا حتى الفلوس حتى كتوضيع ك ك ك ك ك انا عندي فلوس مثلا المشروع ده عايز الفلوس كذا من كذا 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 اي عارف كل مشروع محتاج اي وماشي زي دي الاراضي ده محتاجة ده محتاجة اي وبد ده اي اي فدي كل الاراضي يعني مثلا الاراضي بتبقى يعني ايه حلقوا الاراضي هنا حلقوا في حتة ثانية خلصنا احنا موضوع بتاع الايه اللي فات تحبوا اللي حشو بقى لنا اديها محمود دلوقتي الحين بقى لنا شانس محمود شانس احمد شانس احمد سلام عليكم دكتور السلام طلبك الساعة كان دلوقتي الساعة الى تلت تماني اللي بقى لك ساعة ونص يعني تسعة الى تلت ايه دكتور والله انتو يعني انا بصراحة الوقت بيمر معاكم يعني سليل جدا بصراحة طب هل في اي سؤال يعني الموضوع اللي فاتكم بنقول اخري ده سين اس اخري انا حطيت عليه تقيم شركتكم اولاد دي هدية بمناسبة رمضان هل من الممكن المدير يسيب اللي تحته مباشرة انه ويدي القمر اللي تحت تحته اه انت عايص للعملي ولا الحقيقة لا الحقيقة لا انا مكلف واحد وصل فيه خلاص إذا كانت في حاجة طرقة حصلت فجأة يعني يعني أنا ماشي المشروع أنا مدير المشروع وليس حاجة في 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 مثلا أو في لازم تصرف فيها بسرعة جدا خلاص لو المدير بتاعه مش موجود وغايم أو أول آخر بدي طبعا أرضرز على طول إنما طالما موجود لازم هو اللي يعرف هو اللي يعمل لأنه في الأخ هو المسؤول واخد بلك يعني أنا مش برد يعني بحاجة أنا بكلم على كلام العملي يعني لو هو مش موجود في المشروع أنا كم مدير المشروع طبعا أدي إنما وإتس باتر إن لو هو مثلا لو مثلا لو أحد تكنيكا أوفس لو تكنيكا أوفس مانجر خلاص أين بقى جالزه مثلا أو أول آخر يبقى فيه واحد مسؤول بداله يعني أنا بكلم عليه إيه إن لو في حالة الحالة الوحيدة لأن يدي أوردر للساكند ليفل اللي وراء ومش الفلسطين اللي وراء حالة واحدة بس إن يكون الدبارتمنت مانجر مش موجود لو هي حاجة كبيرة أوي ومحتاجة منقشة يبقى أنا بأخذ ومع بعضه وفينا على بعض ويقف قرار وهو بقى إيه نفذ لو عيش نفذ لأنه ليه مسؤوليت ده اللي يعني إيه اللي عايز يعرف ده هو ده المصبوط يعني إنما ما فكرش نفسي إن أنا يعني مع احترام الخبرتي ومع احترامي للمفضل أسمعنا وتعالى كل ما تعلمناه وكل ما بنا رزقنا به إنما أي دبارتمنت مانجر هو مسؤول وما نتقطهوش في حاجات أساسية يعني تمام ويعني واضح الرد ولا فيه فيه حاجة مش واضحة يعني حالة واحدة بس اللي هو يكون غاية أو حاجة يعني لديك حال فورا يعني أنا شايف حاجة بتصدر قدامي فورا محبدا صاني في فور ما 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 مش إيه مش محتملة تأخير ثانية واحدة بس يبقى ما فيش مشكلة لنحن نعمال ماشي واضح الرد واضح الرد تمام مش مانس حبط الفتاحة ورد علي أقول تمام في سؤال تانية فكرة فكرة التقييم عمتا عاملة زي يعني مبنية على أساسي ولا التقييم بتاع ايه التقييم الشركات التقييم الشركات لا التقييم الشركات ده موضوع ده موضوع عمل بحث طبع فيه لكلام ده خليبات ده أبوك ده أنا عندي مرجع في في بتاع حوالي سبعتاشر تمنتاشر ألف كي بي آر أنا هنا دلوقتي طيب هنتكلم على الليه الساسمنت أوف كونتراكتين كومبانيز الموضوع ببسيط وسهل وجميل وحتلقوه يعني بيريس موس بس هو عدتنا بيقولك ايه أنا علشان على فكرة وفيه تقييم للاستشار وفيه تقييم للمالك أو للنسق يعني يعني أنا كم أول لازم بقى أبعارف كل مكان أنا دخله يعني ببساطة شديدة أنا دخل أخذ شغل من حتة معينة دي بقى لو أنا ببس البروجيكت يعني أنا كم أول ماشر أبنى أدخل في حتة دي حتى دي خطرت على بعد دلوقتي يعني أنا وسأدخل أخذ شغل من جهة معينة قبل ما أدخلها أعرف هل الجهة دي بتدفع على ما بتدفعش هل لها مشاكل مع مقاولين لفترة ما عندي هاش هل المهندسين اللي عندها هناك قويسين ومحترمين وبتقول صحيحانه وتعالى ولا ولا يعني أنا قبل ما أدخل كم أول في مكان أبعال كويس قوي أنا أدخل فين ده اللي هو ده فالنهار دا حنقيم مين تركيات المقاولات اللي هي إيه إحنا دائما بنعتبر الشركة المقاولات دي قلبانا صراحة لأن ده بتعتبر دائما إن هي اللي بتنجح أو بتفشل المسروع بالعكس يعني يعني أنا خبرتي العامة الشركة المقاولات ما بتفشلش مشروع إلا إذا كانت يعني تعبانا وعدمانا ولازم من الأول خبضلت برضا أنا ما تبرا مشكلة برضو المالك والبي ام او والسشاري لو من الأول خالص شايفيني شكرة من الأولاد دي تعبانا من الأول يعني عارفت حكي عليه مثلا في الورق في الورق في أي حاجة ودخلت وعارفت لازم يعرف من الأول خالص كيف زي يتعاملوا معاها أو يعني لو هي ما طوش يعني ما هودتش يعني وعملت يعني سيستم كويس وضيارة يبقى بالسلام المهم تقييم شركات من الأولاد عن قيمها إزاي أول حاجة نقول العناصر التالية مطلوبة لتقييم الشركات خلينا كده مستحصحين كده وإيه حتى نعرف المجومة إزاي والمقارنة بين الشركات والمقاولات يعني أنا علشان أطرح مشروع بيبقى فيه ملفين ملف فني وملف ماد صح الملف الفني ده هيبقى فيه كل العناصر دي اللي هو عشان يدخل يشتغل وعنى فكر الكلام ده موجود من زمان جد نخلي بالنا بس التطبيل اللي أنا بعمله ده حنلاقيه إيه آآ آآ يعني يعني آهو حنقول يعني الأولى التصنيف يعني عايش تصنيف أول تصنيف تالي تصنيف تالي تصنيف أول زي مثلا زي ما عندنا هنا في مصر مثلا تصنيف أول مثلا في المباني تصنيف تالي تصنيف تالت في البيئة وما كان يكل وهكذا يعني التصنيف تصنيف الرسمي تاعها آآ ومع وجود هذا التصنيف حتى في الصعودية وفي القصة وفي كل الدول العالم كله فيه إشارات مصنفة يعني يعني غريد وان تو سري فور تبع يعني ايه مش يعني نس يعني على مستوى العالم كله لا التصنيف ولا التصنيف الرسمي وقالدين استجيل التجاري استجيل التجاري بتاع الشركة دي آآ من إمتى آآ آآ نظامه ايه متجدد مش متجدد قديم بديد آآ بيبقى باين فيه على حاجات تتير اولانه تدرس كويس مش مجدد لنعنى استجيل التجاري هاكو لا نعرف هنا فيه حاجة اسمها ايه نسبة السعوادة تكلبا نسبة السعوال دي في السعودية دي موضوع مهم وهم جدا وكلهم حق طبعا يعني يعني هما يعني ايه انت اهل البلد لانه من اكبر الضمانات لاستمرار المشروع وما انه حصلش فيه مشاكل لأي سوى من الاسباب ان من اهل البلد يعني احنا في مصر مشكلة مش عندنا ليه عندنا الناس هنا وشغالين وبتاع اه في السعودية او في الخليج عموما اه الناس غليبهم امبورت وده مش عيب احنا قولنا كلمة من الاول خاص يعني الناس كلها من مصر ومن الاردن ومن السعودية ومن السودان ومن كل حتة في العالم ومن فلبيين ومن باكرستان ومن ومن الهند ومن الصين كل حتة ففي ايه ناس كثير جدا يشغال احناك ف نسبة يعني كل ما كانت الشركة فيها ناس لوكل يعني المشكلة دي مش عودة في مصر اه لان احنا غليباتنا لوكل هنا في اه في شركات كتير هنا عندها صنيين وعندها مثلا حنود اه شفت كلام ده رأين يعني خلاص انما نسبة السعودة دي حاجة مهمة جدا يقابلها ايه بقى في الامارات اه ان ايه ان اه وهي اعتقد موجودة هنا كمان بس في المارات الاقوى ان انت عدد الامال يعني انا سألت في الامارات ايام الهبومينج العالي يعني 2005 2006 2007 30 يوم فكانت زي الشركة اللي عندها عمال اكتر على كفالتها هي دي اخي تبقى يعني هاي ريكورد نسبة للايه للاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ادو جس عليها جامع عشان مغادش اثوقت ان انا يعني ايه بعمل لأ يعني ان المكان يدفع الزكاة بتاعته دي دي مسئولية فعلا يعني دي مهمة مهمة لان بتعمل بالانس على مستوى المجتمع كله عنوان الشركة فين التليفونات بتاعت الشركة البريد الالكتروني والوقت ما بقاش بريد الالكتروني بس يا مش مقرر ايميليات يبقى لهو سايت بقى ويبقى لهو يا موضوع كبير احيان اللي مكان اللي مفتوش ايتي قوية يبقى بالسلامة بالسلامة كان ده يعني في السنة الفين سنة الفين تعريبا دي كان الترند اللي انا يعني ايه فهمته او الحاجة الاستقراء اللي انا بدأت احسته سنة الفين اللي مش هيبى عنده ايتي قوي جدا 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 في المكان اللي هو فيه انسى ان هو هيتحرك انسى اللي هو هيتقدم انسى اللي هو هاي ايه هيبقى ايه هيشترب الـ performance كويسا بعد كده التخصص بتاعها بقى ده هو ايه انشاءات صيانة لابسو ميكانيكال لانسكيب كل الانماء التخصصات اللي هي الموجودة في الايه تخصصات بتاعها دي اول حاجة طيب العناص التالية مطلوبة لتقييش تركيات والمفاعلة بيش تركيات المقاولات اول حاجة لأسماء للشركة يعني مش اول حاجة النمرة تسمع هنا بقى لأسماء للشركة كامل أسماء للشركة عندما مطلوب ان دي تبقى ايه خط كده بن ايه بنحط فيه value لو انا عايز اقامل التقييمات مثلا من 1000 مثلا بحط له value وهم كانوا دول كانوا اتنين الحقيقة وانا بأظبط خليتهم واحد بس يعني بنحط الرقم بتاعه من 1000 مثلا يعني من 1000 انا عامل assessment كل واحدة من دول وخالاخر هتبقى درجة مثلا من 1000 او زي ما انا عايز يعني من 100 من 1000 اي حاجة لو اسماء للشركة عمر الشركة تاريخها في ال construction ده مشتعصب لحد ولا حالة انما الشركات فيه شركات قديمة لأسماء كبيرة يعني طبعا ما فيش مصلحة طبعا ما حد لكن يعني كل الناس مثلا الشركات اللي هي يعني هم مش سياسة يعني اللي اتأممت مثلا سنة 61 60 اه وغالبيتهم موغلين دلوقتي ان انا وارس الشركة دي من جد ابويا يعني كانوا مغرب اجيل فلما شركة بتشغل شركة زي بقتل شغل بقالها 5 سنة يعني تكنيب يعني فيش شركة تيرة جدا قديمة جدا طبعا اكتر من 100 سنة وشغالة طيب هنا بقى نتكلم على نوقع طبعا من الهم من الوقت نظام الجودة اللي هو الايه الكواليتي اشورانس لازم يكون فيه كواليتي اشورانس في اي شركة وبعض محاجز يزعل مني بعض الناس كتير بتزعل مني كما بقولي الكلمة دي مدير المشروع اللي ما بيفهمش كويس قوي في الكواليتي اشورانس او الQQC بترجا يدرسها شوية وياخدها بجدية شوية ويعرف ان الجودة دي مش واحد بيعطر الشغل ولا واحد بيتلكك ولا واحد حيعطالك لا ده واحد وعن تجربة برضو يعني اقول افشار من الشيخ وانا كنت مسك تكنيكال ايريا معانوجز في شركة بشركات المقللات كبيرة طبعا منظم الحاجات اللي جات معاها كانت تلك اي كيسي يعني عندي واحد باي كيسي معانوجز بس انا كنت مسؤولة عن كل الي ت Localибare ما انجز تناغبون مش و merde فكان آآ كانت بكتل ومعها castration square يعني فا اتارودوا ان الحاجة اللي استلمها LQ si خالص وانا امتوقعوا استلمها كان اصل عيداتها باي نصل المشكلة الكونسلطراني جيساسالهم انمو انشسين اللي قبير شاف الكلام ده وقع عليه آه خلاص راح اشتغل. بقى انت ايه كنسي بوفرك وقت كتير جدا جدا مع الاستشاري. لك عشان تجيب الاستشاري. تنوري الواربعة عشرين ساعة وفاضي او 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 الاخره. لما بتخلق الثقة مع الثقة حقيقية. مش التمثيل. ولا حد يتفكر نفسه اسكى من حد. لا. ناس كلها بتفهم. تبع عارفة ان انت من جواك انت تقدم البست. البست قواليتي. البست قواليتي اللي ايه conform and conformity with the requirements. نظام الجودة لازم بقى في دليل الجودة. في خطط جودة. في اجراءات. في اجراءات. في inspection and test plans. والايه. والاكسبرميات. او التس اللي تتعمل. خلاص. طيب. نظام قدرة الصحة. والامن والسلامة. الدليل و خطوة. او اه ام سوري. كانوا اضوط برضو انا في ال ايه في الانجلس. احد تاني. الاسف انا مع مع يعني عيني قتل على اليمين بس. وما ده. الـ capital. ال company age. القواليتي system. اللي هو ال ايه. المانوال. ال plans. وايه. او. 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 سو. وكلها الخاصة من السيستمز يعني طيب الـ HSE Management System نظام الصحة والأمن والسلامة الدليل والخطة مهمة جدا وهو واحد يعني دائما فيه يقول لك الـ QAQC دي والـ Safety والـ HSE دي مصاريف ملهاش لازمة في المشروع أقول لهم لا وده يعني أنا شعار دي أنا رفع من الثمان من الخبرات ومن الخبرات العملية الحقيقية إن الـ QAQC والـ Safety دول the best investment in the project لللي عاوز ينجح لدي خلصوه كويس عن تجربة من نسبها الـ Quality في حاجة اسمه Cost of Bad Quality وده للأسف ما بيحسبوهاش البهوات اللي هم مش مهتمين بالـ Quality مجرد طوع منها إنها مجرد تعنط مثلا أو تجيب حد يديك أو يعطلك لا! لو أنت سبت الناس تشتغل ودودها عزانا سوف يسوعها يتامشي وتعاملك لحاجة وجب الـ Eastexالي بقى بحق ربنا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك ليه بيحصل إيه؟ بتتكلف ثلاث أضعاف التكلفت بها الاصلية. لانك اتكلفت لما عمتها اول مرة. اتكلفت لما هدتها. اتكلفت لما عدت بناءها. وضيعت وقت قد ايه? برضو ثلاث اضعاف. انا خدت وقت في وكزا. فالكسف بات كواليتي خطيرة جدا 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 جدا. وليس نحط دي في اعتبارنا. نخلي بنا. طيب. الاش اس اي برضو. ليه هو برضو? انا بقول لك دائم فاسنا. ودي كان موضوع ممكن انا قبل كده كلام ده في مواقف كتيرة. ان. عما يبقى السيفتي مضبوطة عندك. عندك معدق. بفيه ناس بكادش بتعرف بتصدق كلام ده او بتفكرها يعني. مش مستوعباء لكن. مع اجانب. طمر ده في اجانب طلوم. بس طولي كده. طبعا. لان انك ما بقى سيف في موقع. لما انا بس ان بشتغل على وجهة كمبيض. وانا ماشي ماشي على لوح بنتي كده ولا بتاعه ولا احبال ولا بتاعه ماي بصير كده. انتجي هيبقى كم فيديو? متر? منين? انما لو انا حط بقى سيفتي هارنس. وعارف كويس قوي ان انا نتعلق مع يعني سيف. يعني مثلا. وكويس وامن. هتلاقي البرفورنس بتاعتي خليتني اطلع بتال ما اطلع كلماتي اطلع خمسة ستة. خلاص اي انا وانا ماشي في السايت. السايت سيف بقى. مفيش عروق هنا مرميه هنا. وقمط هنا. وقرارات ماشية بالعكس. لو انت ماشي موقع انت بتلاقي. مفيش وقت بيضيع في بتاعك. احنا تكلمنا قبل كده برضه على السايت. كل ده انا بتكلم على الكونسركشن. لما كل نوع مشروع هذا الكلام موجود فيه. تمام? طيب. يعني انا وانا وانا بعمل اساسمنت. هفوضي انا شركة الماء اولاد دي بعمل اساسمنت مين? ياما المالك. ياما البي ام او. ياما الكونسلطانت. ياما التلاكة. فاجي ابص على تظيم بتاع الشركة. لما لقي افق لي. او رأسي. لازم افكر عشر مرات. ابن اقول الشركة دي امدية شغل او ما دي عيش. يعني بيبقى افقي او رأسي بتبقى يعني ايه? الانواع الكونفليكس و جامده كله. اه يعني بتبقى كتير عليها. وبيبقى فيه بروبلمز والكونفليكس. ما بتبقى اللي هو المسفوف تشتغل بابكات. بعد كده المسفوف اللي هو الماتلس. الناس 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 الناس. اخديني انطق معاكو او التكلم معاكو بالانجلس ونشرح بالعربي. عشان مردو ايه? ايه. يعني بقى كسبنا. احب يكلمة الناس 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 الناس. اي يبقى لازم اعرف تيرانالجي تاعت الكلام ده انا عارف اللي بالويتكوا عارفينه لكن هده احنا برضو ايه بانو نؤكد هذا الكلام. كواليفيكيشن ومعيشن ومعيشن كواليفيكيشن ومعيشن خلاص يبعيه الكواليفيكيش مواصفات وخبرات الإقدارة على الشركة ومدير الأخسام في الصفة الأول من هاكرا التعصيمين يعني لازم يتقدم للسيفيات بتاعة التوب معيش متكله هاكرا التعصيمي بتاع الشرك عشان قادر أقيم الشركة دي أديها شغل ما نهائش خلاص مواصفات وخبرات مدير المشاريع في الشركة ومدير الصفة الأول في هاكرا التعصيمة الإضافة يعني مثلا الـ HR manager الـ warehouse manager كل المعاجر بتاع الشركة الـ QAQC كل الـ technical office نجم ببقى إيه عشو مواصفات الـ company previous experience دي غلط دي يأنوش خبرات السمقة للشركة previous experience الـ accomplish projects أي فانت للشركة أو أي تقديم للشركة بيبقى فيها ايه الـ accomplish projects بيبقى المشروعات اللي عملتها في خلال الحياتة كشف بيها كيه وبدأ امتى وانتهى امتى وكالنفوض يخلص امتى وبخلص امتى وهكذا لازم هذا كلام مهم جدا مهم جدا لانا باعرف الشركة دي ملتزمة ولا مش ملتزمة بتخلص وبتخلص وهاكذا الـ عملاء السابقين بقى عايف الـ عملاء اللي اشتغلوا معايا قبل كده الشركة اشتغلت معهم قبل كده عشان اعرف يعني ايه وممكن اسألهم وممكن الهم وعرف ان كده كمان ونفوض يتعامل ان ان انزل اشوف الأعمال الجارية بتاع أعمال المنفذة يعني الـ عملاء السابقين لو هي شغلة وبتقول مثلا انا بسلم مشروعات كذا وكذا وكذا انزل المشروعات دي واشوفها وبص عليها واشوف الناس اللي بتسعمل هناك وقبل العمل عشان اسلم انا المقاول انا بسلمه حاجة اه 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 الـ بتاعها هيبان بعد مدة يعني يعني مش في ساعتها يعني انت ما دي دا عيب الصغل الـ يعني الاهتمام دي اه 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 يعني او بالمقاول او لان انت ما بتاعك مش قدامك يعني انت لما بديت اشتري حاجة جاهزة متصنعة او جاهزة قدامك انت شايف وطمانها اهو وعجبتك عجبتك 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 مشيت انما شغل الـ عشان كده الـ والـ 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 بيخلوك انت تتوقل ان الـ الـ اه اول باول باول بيشوف الدينة ماشية ازاي وعلى الفكر احنا بنتبق هذا كلام من زمان يعني الـ والـ مع الـ او مع الـ لا يكون بالط Richardson باول داول شايف احنا ايه بنعمل ايه فـ العملاء السابقين دي مهمة جدا ان اعرف وان مسلا escape التأخير اه ما تتسحبش من المشروع يعني احكيتن هذا الـ تاريخه الحقيقي اللى هو الـ نكون لقد طمعا ما اجهدها اي حتة وده قصداء الابنة في الهرم الابنة الفكر يعني فيبقى انا لازم اعرف اذ失ى one من هذا الكلام اجمالي قيمة الاعمال المنفذة السنوية اللي هو الايه يعني انا مثلا كشركة بتاعي السنوي مثلا مثلا خمسين مليون ماشي طيب انا داخل دلوقتي على نشروع بخمسمائة مليون هل انا انط من خمسين لخمسمائة كده يعني لو انا جاني مقاول دلوقتي وداخل انا عندي نشروع بخمسمائة مليون والشركة اللي جيالي دي التيرن اوبر بتاعها السنوي مثلا عشرة مليون هل انا اديه لا طبعا لا طبعا فالتيرن اوبر السنوي اهم جدا 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 اه انا ممكن انط التيرن اوبر يعني لو انا يعني عن تجربة برضو احنا كدنا في شركة هنا برضو في مصر وعملنا لها الحمد للرب بعلمين الايزو بتاعها هكال في في اواخر في السنوات اه واوائل الالفينات اه في انطيرن اوبر بتاعها مثلا اه 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 ستة سبعة مليون اهمت كان مبلغ كبير اه اه عملت في الايزو بتاعها 9000 وال 14000 اه اه 13000 اه 45000 اه تاني سنة على طول بعدها انا خش بقى افتفاعة الكتروة بقى في الحالة اللي هي في 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 الخر اه 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 بس اه بشكل فجائي انت عرفت تنظامك ونفسك وصبطت ناسي وصبطت حاجتك بقى عندك وصبطت وعندك 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 الالفينة نقطة من ستة سبعة وصلت ال 42 مليون في السنة ده مش متضارب مع الكلام اللي انا بقوله حيبان الكلام ده بقى في السنة اللي وراها يعني الريت بتاع اول سنة انت بتدخل في المشروع انا عملت المقابل معادي الامريكا سبعة 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 عمليون وانا عملت والحمد لله والشركة زي الفل ومشي وكتكبر والحمد لله اكمال الخير متعملون فازا السيون طيب امكانيات بقى وموارد الشركة الامال الامال دي بسط بقى ايه يعني دول يعني ده من اول حاجة بتبقى ايه الامالة الامال دي مش مقصود بيها اللي عملها العادية بس كله من فوق يعني اول واحد احكم عليه رئيس واقعي ادارة الشركة او الادارة العليا للشركة لازم ابقى عارف الشركة دي بتنظر ازاي لازم ابقى عارف لو انا عاية اعين من اول عندي او اعرف الدنيا مشي ازاي واعرف يعني هنا او 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 اللي اول لطي الان تكنيكا بتاعه مبقاش مثلا يعني دي اينش في ناس ب最近 تعمل ايه تحط واحد بس بقى مسك كل حاجة بقى ما عملناش عارف مثلا عندك بلوكس كل ما هو الاخيرها واحد بس المسيكها بقى الهوريزونط الارجنزيشن خلاص فإمكانيه موارد الشركة لعماله المعدات المعدات اللي موجودة في الشركة حجمها وأعدادها وكاليبريتو ده مش كاليبريتو وهكذا يعني طبعا عندك كله تبقى الايدو سيسم كم كلها في حاجة تير تعم كل ستة اشتر حاجة كل سنة بيبقى لها كاليبريتو يعني سواء أجهزة سواء معدات سواء حفارات لوادر المقاولين البطن المقاولين البطن دي نقطة مهمة جدا جدا المقاولين البطن والمرجين نقطة هامة جدا من لذلك الشركة المقاولات وعادة قوة شركة المقاولات ما بتمقاش في رأس يعني مش في رأس مالها بس يعني عشان كده بقولك دهما التعريف الفرنسي اللي هو الراجل اللي هو بياخد السمو اي ده شغلانة وبيقسمها بيوزعها على كذا واحد تحتيه بطرف النظر بيبقى تجارة صناعة زراعة بأولاد اي حاجة وبعدين بياخد انتاج ده كل الأول اخره وبقدمه للعميل ياخد فلوسه ياخد فلوسه وزاعه على النظر كنمه ولا اخره عشان كده دايما قوة المقاول الحقيقية في مين في مقاولين البطن بتوعه وفي الموريين بتوعه هم دول اقوى عنصر اقوى عنصر مالي عنده عنده اقوى عنصر مالي عنده اقوى عنصر مالي عنده الورش ومصانع المساعده دي النقطة الخاموة وعشرين عندي ورش حداده يعني فيه شركات فزيرة جدا ما بتعملش الحدادة بتاعتها في الموقع لو بتعمل حدادة في الموقع عندها عندها بقى حاجات الكهرباء التناية بقى وال التقطيع والتاني والتفصيل كان من الاخره معدات ده كلام ده الشغلين بيانا في مصر من سالة 78-79 مش رعا جوه 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 اسكندرية ورشة نظارة طبعا النظارة مش كلها يعني مش بقول على الحاجة يعني الترديشنال لسه الاسم يعني برضو يعني النظارة المفروضة لها سيسمة معيها لانك تجهز للشداد بتاعتك لانك تعمل شغلها ايه يعني فيه شركات بكنيش مش حاجة اسمها عائل والتظامة والكلام بكله يعني للأسف في الناس ماسكى في هذا الكلام انما ورشة نظارة مهمة جدا مش ورشة نظارة باب وشباك ممكن ورشة للجباب وشباك بر بس دي مقصود بها ورشة نظارة بتاعت ايه بتاعت الشطر بتاعت ورشة الشداد اه سوري خلاص بدي ودي ودي غير ورشة نظارة بتاعت للجباب وشباك ورشة الشداد مهمة جدا وهي ورشة الألمونيو يعني دي يعني ايه انواع الورش ومصارع بسعدة ليه اه يعني احنا زمان زمان جدا يعني احنا زوارين خالص كان يعني كل امارة تتعمل اتعملات القطاع الخاص كان بيجي فيه تحت مكنة بلاط فيه بلاط مزايكو كان على طول ما فيش غيره وبلاط السطوح ده النوعين بلاط انها شغالينهم مكانش يبقى زياد الوقت سراميك بقى يعني كل انواع الحاجات الجميلة اللي موجودة لأ كان دو مكنة البلاط موجودة في الموقع يعني البلاط بتاعنا في الموقع يعني ما كان كده مكبس وبيجي الاسمان تبقى والسن وطالد موجودة اللي تعملوا الفصاره في المواقع يعني غير طبعا الحاجات كان كل في الموقع يعني كان ايه المواقع كل المهم مشي كل حاجة حتى النجارة اللي بابه الشباكي طيب طبقين مجاركات من الاولاد العنصة هنا بقى العنصر الاثنين وعشرين بقى الاقسام مجتما موجودة مشتما موجودة ايه بقى التسويق مشروع ده اللي بسموه ده الايه ده اللي هو اللي بسمو ايه الفانكشنز يعني ده هايكا للتوازيم بتاع الايه الأقسام المختلفة الموجودة في المواقع اول حاجة ايه ده يعني في الغالب بيتنسي انما الفوضي ان بقى انا عندي قصص business acquisition اللي هو الحصول التسويق والحصول على مشروعات تأول قصم بيتحرك عشان يجولي مشروعات وبيبقى له وبيبقى له وبيبقى له كل حاجة يعني بطلق كثير جدا هل انت اتخذ المشروع من اعلانات الجرايب ولا بالاتصال مباشر ولا بالمسلا بالممارسات يعني اللي تكون في عندك قصم فان بيسوق الشركة وبايه 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 وازاي how to acquire the business يعني القسم التاني خلينا ده اللي هي الفانشنز اللي هي مفتبه فيه ده المنمار اقدرت العطاءات والتسعير يعني بعدها على طول بيديج اقدرت العطاءات والتسعير عشان ايه تحسب العطاء وتعمل تحسب البيدنج اللي هي هتقدمه عشان تاخد به هو على مقره يمش بسكل لوجك يعني لابدها الاول تسويق لقينا فيه مشروع طيب كانت ندرسناه خين عمالنا ده العطاءات والتسعير خلاص طيب بعد المخلص العطاءات والتسعير والتفاعلنا وكل حاجة ودخلنا وهتا في ادارة العقود اللي هي هتعمل ايه بقى هتراجع العقود اللي احنا ايه اللي هنقاها مع العميل وفي نفس الوقت هتبقى مقصولة عن العقود بتاعت الايه باقولين الباطن طيب بقى كده حفظ خطط الموازنات والتكاليف نازم ببقى في ايه ببقى عمليه موازنات البرجتنج ان كوست اه الحقيق اه اللي عايز يشتغل صح كوست كنترول كان نقوموا الاخره بعدين بالوقع على العقود بتاعه البلوف كوانتش بتاعته اللي هي el zero q بتاعته بيعيد دراستها ببريكدون بقى واقعي هو هذا اللي ببارنها عليك كوست كنترول بي ser Thailand devotee كوت وهو اللي راجع عليه كوست كنترول بتاعته المطمvit بعده ان يخلطى المسروع بذ انت تسببت نفسه ده القسمة الحقيقي اللي بيعمل الأساس اللي بتعمل عليه القصة من طوبة تعقلية خطط الموزنة مثل المكتب الفني المكتب الفني اللي هو أدوار كثيرة جدا 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 ويعني ايه يعني من أماها دلوقتي اللي هو عندك بيم دي بارتمنت في المكتب الفني اللي هو البييم إفرماشي موذرنج مع أساس ديتنا الكبار الكومال المنص عمر مش مرسين كلهم اللي معايا الحقيقة يعني اللي هي قمم الرائعة في المكتب الفني في أراضي المشاريع التخطيط بقى ونظام بقى كل دي واحدة غيرتانية ده الفرس كيف اللي هنت عمال تعمل هيكا في نظيم الشركة اللي لازم كنادا نكون فيه أول خطوطاتها بعد كده التوريدات اللي هي بروكورمانت أهي بروكورمانت هي خلي خلي عنه برضو ده الاختلاف بقى ما بين إيه لها فيه بروكورمانت فايز لناس اللي حضرنا مع بعض وقلنا اللي فيه سبب فايز وقت المشروع البروكورمانت اللي هناك غير دي دي التوريدات التوريدات دي عبارة عن إيه اللي هي إيه بتتورد اللي هي الفور ام أو الفور ام بتاعتها من باور المشيناري والإيه والمكير قسم التوريدات ده اللي هو مسؤول عن إنه يشتري هذا الكلام أو يهير الكلام دوان وضبط الجودة اللي هي الـ AQC الصحة والأنه سامة الـ HSSE وإدارة التخليد اللي هي الـ A Construction Manager خلاص فهتي ايه أخسامة مختلفة اللي اللي انتم بمقودة نقولها بـ English Very fast Business Acquisition Building and Cost Estimation Contact Management Majority and Cost Plans Technical Office Planning and Scheduling Procurement الـ AQC الـ HSSE Construction Manager طيب نكمل بعد كده فيه المشتروات اللي هي الـ A Procurement الأفراد الـ Personal يا شو كل دي أخسامة دي بس يعني أنا مش يعني نخلي بالنا إن دي يعني مشروع زغائر ده مشروع خبير لازم كوني كل يكون فيه ما تفكره فين إنني إما أنا شركة كبيرة لو عندي مشروع محتاجة حاجات تغييري بقى أنا زي ما قلنا عشانك المتس مهم إن أخلي واحد يبقى مسؤول عن كذا مشروع يأم هو مشروع زغائر بقى وإيه الحاجات دي كلها لو فكرت فيها المقابل الصغير لسه بادي بيعمل كل هذا كله بنفس لكن الحقيقة إيه شركة وشركة داخل بقى مشروعات يعني لازم تأكد كل أخسام دي فيها بعد كده الأفراد الـ Personal أو HR شؤون إدارية الـ Administration الـ Finance Management المخازن الـ Air Warehouses Management الـ 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 الانتاجية بقى Production Workshops سواء نجار راح ده أتكلم بكله أو ألمونيوم يعني ممكن أن كل شركة يبقى لها وأنا أشغال شركة كثيرة جدا كده يعني يعني عندها بتبقى إيه يونت لوحدها يعني عندي مصنع مثلا تشكيل حديد ده لوحده له عاقل صظيم لوحده وله إنتاج لوحده وله مزانيات لوحده وله إدار وحده وهكذا مصنع الألمونيوم نفس القصة لو عندي مصنع توب بلوك أو مصنع أي حاجة بتبقى برضه إيه الوحده اللي هو إنتاج بتاعه ورش الصيانة ورش الصيانة ده سواء مثلا في الموقع بليبقى عنده طاقم الصيانة أو عنده ورش الصيانة كبيرة أو رواجه الكبيرة وعنده يعني يعني جزء كبير عنده الحسابات accounting ورغبت هنا cost control هنا cost control دي عادة بياخد ال data بتاعته من مش من مش من حسب هتكلم عن كلام الايه مش النظري الكلام يا بربو لانا في ناس كتير جدا بتاعته تعمل cost control ازاي هتكلمنا عن كلام ده في اللقاء من اللقاء ال cost control اه امخوتي تعمل من السعر اللي انا اخدت به اعمله ارجع اعمل break down تاني بعد بترس عليها المسلول وbreak down من الطبيعة بقى من الطبيعة يعني وانا رحس في الاوخ بقى بقى كل حاجة وحتكول لها انما انا بقى من الطبيعة وانا رحس وانا رحس هو اللي انا بشتغل عليه cost control في ناس كتير بتعمل ايه تقول لك والله انا السعر في المؤسسة ده انا مثلا عندي مصاريف مثلا كذا بقى 5% اروح منازل 5% من واخد اللي يفضل وده اللي عمل عليه ايه cost control document control document control من اخطر واهم الموضوعات اللي في شركات المقاولات او في مشكلة المقاولات او في ايه حتى في الدنيا ليه على فكرة فيه ان شاء الله لقاء كامل على document control وحتشوف ان هو يعني اتورث يعني موضوع اهم وموضوع مهم جدا ليه لان غالبية المشروعات ما بتنتهيش نوس لما بتنتهي بيبقى فيه claims لتحكيم بيبقى فيه cases في يعني في المحكمة court case بيبقى فيه مشاكل ندي عن المشروع سواء بقى في مستخلصات خاصة بالتكلفة سواء خاصة بالمدة الزمنية ولكن تتخططي مدة الزمنية وطبق ايه غامل بالتأخير فبيبقى المشروع خلص والكيس شغالة طيب القاضي بقى او الاربيتريتور اللي هو المحكم اللي هي اللي اقول لك التحكيم اللي هتتتعمل هيحكم على موضوع ازاي او حيفض ما بين المتنازعين ازاي بالدوكمنت فلو انت ما عندكش دوكمنت كنترول مزبوط انت خسرت القضاء ودي خبرة الحقيقة فمحدش يستهون بالدوكمنت كنترول قول ان ده ايه ده كلام فاضي من اهم الموضوعات الدوكمنت كنترول لان اغلى ما فيش مشروع بيخلص كده لازم بيبقى فيه كيس كيس كورد كيس بيبقى فيه ويبقى فيه كلمت ويبقى فيه كلمت اغلى 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 المرتبطات بقى اللي هي ايه الانترفيس مارجمنت اللي هي جاد ده الالاقة يعني اي حاج مرتبطة بقى بالمشروع الحكومة الحي اي حاج طبعا انا بشكركم على يعني الوقت اللي حنقضناه مع بعض ده و مش علوك سلام وعليكم دلوقتي هنفتح المجال لاي اسئلة وراجائي محدش يتحرك من يسأل وطبعا عايز قالوكم كل سلام طيبين انا مش عارض دلوقتي هل حد عرف بكرة بكرة سيوم ولا لا يعني احمد شانس محمود حديكم عرف بكرة سيوم ولا مفيش سيوم بكرة ولا انا عرفته ان احنا ان شاء الله هنبدأ يوم الثلاث ده في مصر اه في السعودية الصراحة اه احنا في مصر يعني في مصر بعد بكرة الصيام المهم كل سلام طيبين وآ اه يعني ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله الصيام وكل سلام طيبين ودي يعني طبعا ان شاء الله هنتفق المعيد في رمضان هتبقى ازاي او هنشوف يعني نكلم بشانس عمر بقى هنستمر بشان الله يعني اه وبرضو لو حبيتوا اعملوا اتسألوا الناس يعني اه يعني برضو من يفضل في رمضان نكمل واعتقد الوقت احنا في كبير دلوقتي انا اجاز لأي حاجة وعب مش حالش للوقتي لازم ايه تقوله في اي سؤال يخطر على بال اي حاج حاجة يتحرج احنا كلنا يعني ايه من باب يعني بنعرف من بعض وبنتعون ان احنا بنعرف حاجات اكتر وانا تحت امركم وكل سام طيبين الاول وانا في انتظار اسئلتكم احنا موجودين مع معا تفضلوا بقى بشانس احمد بشانس محمود شوف ايه اي اسئلة موجودة اي استفسارات اي سؤال في اللي فات اي حد يعني فتحت امرهم جزاكم الله خير يا دكتور جزاكم الله كل خير والله الله يجزاهم اياكم اه كان في سؤال يا دكتور اه هل كل هذه البنود يجب ان تطبق على المشاريع الصغرى والكبرى اما هناك تقصيم المشاريع يعني بيحس اه يعني فيما بعض البنود تطبق على المشاريع الصغيرة على 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 الشركات الصغيرة وبعض البنود تطبق على الشركات الكبيرة ما هو انا هقول لها ذلك على هذا ده الكلام اللي احنا بنقوله شركة صغيرة هيبقى واحد بيعمل كذا لان انا هقول لك يعني انا ببني مثلا عمارة عمارة واحدة الكلام ده كله هيبقى موجود فيها مش ده مش موجود فيها مش اوبليكاتوري انا عشان مشروع ينجح لازم كل بيود كلها من اول الاخرها تتنفس تفهم قصدي يعني معلش انا مش بقارن بقى ما بين زمان وبين دلوقتي انا رأيي ان دلوقتي احسن يعني المشاريع بقت اكبر تخصب بقت اعمق كلبكم من اول اخر احنا في شبابنا عندك مهندس موقع وبس هو ده المدير المشروع ومدير الكونسركشن والدوكمانت كنترولر كل حاجة يعني عشان كده احنا هناك تلاقي الشباب اللي زي هنا اللي هم عدوا الخمسة وعشرين بتلاقينا الحاجات دي كل احنا عرفناها واستغلناها مش بكيفنا كنا مسؤولين عن النظام العمل مسؤولين عن كل حاجة كل حاجة مسؤولين عن الحراسة في الموقع عشان كده يعني الحاجات دي بتتطبق اوتوماتيخ يعني حتى لو شركة صغيرة هتلاقي عنده غفير واقف دكر الحراسة بتاعته هتلاقي مع واحد مثلا ايه مسؤول عن المخاذر ومتطول عن شؤون الإدارية واحد بزول عن الكلام دا قوم الاول اخره لكن كل دي هتبقى موجودة فاهمني عشان باش تدي نقف ادي نقف ادي نقف ادي ده سؤال مهم جدا يعني الناس تقول لك ايه ما هو يقول لي دا قصد لا والدان تخلي بالك برضو الكواليتي بتاعتك يعني انا وانا بابني عمارة انا بابني عمارة لو انا مساعد فيها كواليتي كنترول بطلع انا بنفسي لو انا حتى انا مهنس واحد بشرف النوق ببجي مشروع اطلع بنفسي اشوف النجار واشوف الحد ب؟ هذا واشوف بشرف اللي يعني مهندس تنفيس او مهندس موقع المهندس في الموقع ده تقدم لكل حال حتى المهندس في الموقع ده يتعلم ان يمشي فكان زمان المهندس شلي اللي الكلام ده كله كان بيتعامل بس مش بالدقة ولا بالتفاصيل زي دلوقتي دلوقتي طبقت الخصوصات وقدم قلنا الماترس الورجانيزيشن دلوقتي لو انا في شركة عندها السيسم دي كاملها لاخيرها قاطعا حيبها بتاعتها احسن بيكتمل ان واحد لوحده وشال الكلام لكل الوحده ماشي الحال يعني وصل الرد ولا محتاج شرحة اكتر يعني الحاجات دي كلها اوتوماتيك ليه بتتعامل لو انت لوحدك خالص بتعمل كله كانت تجني كالوفيس يعني انا كنت بقعد كنت اقعد اعمل ايه قبل منزل الموقع قبل منزل يعني بتجيني مثلا المشروع انا بعمله بقعد ارسم لوحد الاساسات الاول خالص كياني مش هادة اللي مصممها اعمل لوحدة الاكسات عايدي خالص في الخنزيرة بنعملها خلاص واحط عليها الاعمدة واحط عليها الاساسات لانه ممكن لما اجي ارسمها يلاقي اساسات دخلت في بعض او يلاقي حاجات وانا بعمل الديزاين ما دخلتش ببقى ضهر يعني باي غلطة، فدها ده اللي هو الاسبيلت اللي دخلت اسمه اسبيلت الاسبيلت يعني ايه اسبلت ده اللي انا بعمل ما شاءنا باخد القتل ا قادوه حاطت عليه اللوجو بتا carbidd meter وده القس بيلت اقول اللاسبيلت لا لأن اشتغل مني الاول خالص? وأسوم من الاول خالص? معملها من الاول خالص ليه بقى؟ قبل ما اندل السايت لأنه لما اندل السايت وانا اعلى على لوحة الأول وانا باندلس بعمل مثلا لوحة الأساسات كالشوب دروب انا عامل مثلا اواعد مفصل كمال خلاص؟ اجا بص لما حصلت الاواعد اجا بص الاقي انه فيه اواعد نخلص في بعضها وهي اصلا في الرسمة الاصلية مش موجودة يعني نسي ما خدش باله كافيرا زمان يبقى حيباني قبل ما انزل الموقع انما ما منزلش الموقع واعمل وشد النجارة بتاعتي ابوست الاقي اواعد ده مثال بسيط شعن او ايه اعمل ده خلصوا مع الله مجيش اصلا في السقف من الوصف وجب بصت الاقي نفسي مثلا اعمل كاميرا مثلا سدتلي مثلا فتحة كم او يعني اخذي باخد بالك ازاي يعني ان انا الشوق دروينج ده ان انا بعمل الشغل المفروض يتعامل على الورق قبل ما انزل الموقع واللي في الموقع ده المفروض كشوق دروينج ما يبكرش فيه للاسف ناس فيه بتاخد المواضيع الشكلية وعشان جدنا بقولك الحاجات دي لازم بتتعامل وتسباتر للمسلوع وتسباتر لشكل المقولات اللي يكون فيها هذا الكلام وبرضو مش هتكلف كتير ولا حاجة حتى لو ظهرت انها بتكلف لكن يا مش لان كما قلنا اعلم كتير جدا من ان انت ما كنت اعملت الدراس بتاعي ارجو ليجوني جواب واضح مش ناس محمول جواب واضح كده ولا فيه حاجة ناصة ولا يعني تمام يا دكتور تمام وزاكم الله خير يا دكتور كان في بعض الحضور رايزين يعملوا محاضرة عن تقييم الاستشارة يا دكتور عناية 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 بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله مش هتبقى طويلة اوي وصعبة اوي زي دي لكنها مجمو محاضرة مضمو شدبة كده مش هنقدر ان احنا نقعد بتالت ساعات مش عشاني انا هنقدر الله إنما عشان برضو ناس عشان الصيام وعشان الصلاة وعشان نتكلم بكمنه او الاخره فإذا كملنا في رمضان هتبقى ساعة ساعة نص ماكسيما نبقى نعمل فيها الحاجات اللي هي بتاخد شوية طويلة طيب وفيه محاضرة كمانة على التخطيط نفا التخطيط ايه التخطيط عناية فيه هقول لك على حاجة احنا عملنا اللي هي السكاديري نفتكر اللي بتاعتنا اه بس انا برضا انا في دماغي حقيقة يعني خديحة ازبطها ان احنا نعمل مش هقول موضل كامل للإدارة لا ان نبقى يعني ايه ان احنا ناخد مشروع وانا 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 اخدلها من الاويلة على ما له برد ناوة بتاعتوه يعني موضل خفيف يعني الموضوع اللي خلناها بعالها لطول عمرة الـ Time Management فيها الـ Resource Management فيها الـ Earned Value فيها يعني أنا حبيت أعمالها برضو عشان إيه؟ أعرف الناس إن موضوع الـ Management مش قصة مش construction بس ده الحقيقة نفسها ماشي إن شاء الله بإذن الله حيبقى فيه وهنطبق عليه المشروع من أول للأخير بإذن الله بإذن الله في باشماندس شوقي علي متفضل باشماندس تفتح مائك فيش مشكلة أهلا بيت في أيام الـ Unmute يعمل له Unmute يساعدني يعني هنتكلم يعني أموري باشماندس شوق السلامة الله بكاته أهلا بيت باشماندس صغير في الأنظمة بتاعة الشركات سواء الـ Vertical أو الماتريكس أو النظام اللي هو البداية اللي هو بتاعة الأونر وتحته في كل حاجة ده طبعا لو واحد مثلا هيبدأ حياته مثلا كشغل خاصة أو كده فبيبدأ طبعا بالنظام الأولاني عايز يتنيل أو يطور من نفسه أو من قدرته للمؤسسة بتاعته أو للشركة بتاعته بيكون مثلا حطفة أعلى فلازم يعد على الـ Vertical ولا ممكن يعني بقى فيه مثلا صعوبات في الانتقال أو الدنيا بتبقى فيه إيه يعني بقى فيه آلية معاينة مثلا للانتقال ولا هو بيجي مثلا ياخد قرار إن أنا إيه هغير السيستم هغير النظام فيبقى من بكرة غيرنا آآ ده سؤال طب نرد عليه الأول الحقيقة التغيير ده بيبقى يعني حتى لو يعني المفروض التغيير ده عشان يعمل النظام الحد الأدنى والأعظمة إن يعمل الآيزو بتاعه خلاص؟ إن انت بتبقى بتبقى الـ Process بتاع 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 الانتاج ماشي ازاي انت تفضل شركة مؤولات أول حاجة بتعملها إذا ما اتفاقنا إذا ما قلنا تقيمنا أول أول حاجة كانت إيه؟ الـ Business Acquisition خلاص؟ الـ Business Acquisition ده أبقى على الحصول عن الشغل بأخذ شغل إزاي أنا هل هو اتصال شخصي بيا كصاحب الشركة ولا هو من الصحف ولا هو من الـ Net ولا هو من أي وكد ده قسم أحط الأقسام دي كبن هو الأخير خلاص؟ الأقسام دي كل قسم هي بالضبط باختصار ده ISO 9000 واحد همش بأعمل دعاية الحاجة واختبال حضرتك إزاي؟ يفضل أنت حضرتك موجود فين؟ في مصر ولا بلا مصر؟ في مصر في مصر فين؟ مصر في مصر في مصر المواضيع يعني إيه؟ واحد تفعله للعالم يقول الدين يا سهلة بس أنت هي مش مش أنا هو يتغير خلاص؟ يعني أنا عايز أكبر يعني أنت بقول لحضرتك أنا أصد حضرتك اللي موجودين في السيستم للتغيير يعني مثلا واحد كان هو مضحكم في كل حاجة فجأة أنا بقول له لأ أنت في عليك مدير وفهم مدير مدير تاني وتاخد إذن من هنا لهنا فده ممكن يعني بتبقى بالسهولة ولا هي يعني؟ لا 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 مش بالسهولة ولا حاجة ده تشانج معاش عشان كده هنتكلمنا اه نحن مكلماش بس على الايزو صح اتكلمنا على ال واتكلمنا على لا هو البست واجي خلي بالك أن التغيير ده أن الناس تحس أنه أنت أنا كنان أنا عمدته فكرة حتى عملناه النجح وزي الفل وشركات المشت زي الفل يعني أنك يعني هقول لنا أنا بدأت مقاوة خلاص؟ بدأت عايت أسامل نفس الشركة مقاولاتي لازم يكون معا واحد فهم ما ينفعش يعني أنا آه عندي خبرة من مقاولات مثلا 10-15-20 سنة إنما ده مقاوة خبير في 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 وفي وفي مش كده يعني مش بلع فهم قلت حياتك إزاي؟ هذه واحدة الحاجة التانية أبقى فهم البروسيس بتاعي لأن يعني دي يعمل السيستم ومسترع مش بي قبل مسلا حضرتك ما نكون هنقول هننقل السيستم فبندي زي الكورس أو دورة للناس إن السيستم هتغير هيبقى فيه واحدين تلاتة لو حد ما احتاج حاجة زيادة مثلا أو داتا زيادة يحاول يكمل لك فترة انتقالية وكده الله يفتع عليكم هو ده اللي بيحصل فعلا خلي بالك يعني انت عشان تعمل السيستم بتاعك انت بتعمل ايه؟ أول حاجة بتتعمل بتعمل يعني أول حاجة بتعمل السيستمت لكل الدكارتمنس والكوب يعني اللي بيجي يعمل لك نظام ده أبو غير أبو كلمك عن تجربة يعني يعني عن تجارب مستجربة واحدة إن انت بدخل على النظام اللي موجود عندك أنا مش بغير يعني البروستسيز دي الموجود عندك قطعا انت بتشترب بقى لك مثلا خمس سين وعشر سين خلاص ميلمم يعني خلاص وعنده أسيستميز اللي بيحصل ايه؟ كمتخصص أنا كمتخصص باجي بشوف الشركة ماشي ازاي؟ بتندرس الاول بنقعد مع كل بنقعد بإدارة العليا وبعدين مع كل إدارة وبنعرف هي ماشي ازاي؟ وبنعرف النزايا بتاعيشها ازاي؟ وبنعرف ايه المشاكل اللي عندها؟ بنعمل حاجة اسمها جاب اناليسس خيب نتيجة الدراسة بلها مع بعضها ايه؟ انه عندك جاب عندك مثلا في البيانيس اكوزيشن انت بتعمل ما باخد الشغل بطريقة معينة لأ هنفد طريقة دي هنعمل كزا وهنضيف عليها كزا طيب جيد دخلت دخلت عندك الخسم بتاع ايه؟ بتاع اللي هو الدراسة المشروعات اللي هو البيتنج خلاص اللي هو دراس الأقوات بلويس بتنقف النية كزا 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 اه ماشي الحياة الفيها بس لك ده اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ خلاص ان انا بصلح النظام اللي موجود انا مش مش يلا ندمر دمر حمامك ولا دور ندمر نظامك عن نظامك لا انا بصلح النظام اللي موجود ودي نقطة النقطة التانية الباست واي ودي برضو انا يعني بحب اعملها الحقيقة اللي بخلي الناس اللي موجودة في المكان هي اللي تشارك في عمل النظام وتشارك في عمل الاجراءات كلها يعني هي المحفوظة لكل قسم بهم الاجراءات بتاعتها لكن بيبقى واحدة بتخصص في الايزو او بتخصص في الأنظمة بلو اعملها واعطيها لهم انا انا ما بفضلش كده او لو عملت كده لازم اخلي الناس اللي في الشركة تحس ان هي اللي عاملة قلع في المكان عاملة ومشاركة ليه بقى؟ لما تحس ان هو اللي عامل هو المشارك هو المستفيد هتلاقي الدينة تمشي برسموس دي حاجة موجودة في حسن ان يحقته هو موقع عليها وهو اللي عملها ويبقى عنده هي دي بقى لان انت لما بتغير انت مش بتغير حاجات جماد ده دي ودي نقطة مهمة جدا الاجراءات تي لابتخش بقى لامانها انت بتغير انت بتغير يعني واحد يعني انا شفت الشركات خلاص وصلت يعني ينفع تغيير لكن بقى فيه فترة فترة اعداد او طبعا بالتهيئة بتاعت الناس نفسيا او مسلا ان هم هيتقبلوا التغيير اه برضو المرتبط برضو بالموضوع ده اه النظام الماتريكس في الترنزيم ان واحد يبقى له اكتر من مدير او ان الاوراق مسلا عشان واحد يخلق ياخد قرار بياخد مدة طويلة عشان يوافق من المدير المباشر او المدير التكنيكال تمام ده ده بياخد اه وقت زيادة عن بيات النظام اللي هو التعامل المباشر صح ما هو الموضوع مش كده زيان بقول لحضراتك هو انت المفروض ان يعني انا مثلا مدير مشروع اخدت واحد من لازم يبقى ان يدير المشروع اللي هو فيه تمام فتبع مين? تبع ال بناجر لكن هو لكن متابع事 بتاعه اللي هو بيتابع معاه ايه بقى؟ بيتابع معاه بيتابع معاه الاخر التكنيكالي ولو وقع في مشكلة يعني لو المشروع في مشكلة في الـ QAQC الابنانة اللي هو مع الـ QAQC مع الـ حلوا معاها مش متمكن منه او مش عايز يجرب او ياخد حاجة يعني ده مع خبرة اللي اللي قبله يبقى في كتماع ما بينه وما بين الاتنين والمديرين مع بعض يعني الـ مع الـ مع بتاع المشروع انا بس انا كنت اصل على حاجة في احيانا بتيجي مشاريع بيبقى الرتم بتاعه اا يعني مطلوب ان هو يبقى سارع جدا يعني انا اشتغلت مساريع يعني ممكن مسلا من المشروع تصل اا عشرة يام خمشهر يوم ايه ايه فهل في مسلا مشتركات اللي بتتطبع مزول الماتريكس ده اا ممكن مسلا يفصل الوحدة دية عن بقية الـ لحد ما المشروع ما يخلص و لا 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 خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك عن النظام اللي يعني انت مفصولة عن بتاع 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 الشركة انت مش انت يعني انت ما بقى اما انا ببقى في الموقع انا ما بروحش الى المدير بتاعي اللي هو الفانكشنال اللي هو في الشركة او اخد منه توقيع او موافقة او اي حاجة لا ده انا جوه واحدة امتاجية جوه هو الموضوع هو الموضوع اه ده اسرع ده اسرع يعني انا وبتنبش اللي هو الفانكشنال الماناجر في الـ في الـ في الـ لما بتكون المشكلة محتاجة لحاجة يعني ايه ديب شوية او عايزة خبرة مؤينة او او الى اخر انما عادة مشوعة بتاعتنا اه ما بتحصلش الكلام ده الا نادرة ولو حصلت نادرة ده بالتليفون يجيني داري فهمي ازاي او تماما موالفاستراك راجك لبضي خلالك ده موضوع طويل وجميل بضو ممكن ما نتكلم فيه يعني 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 بتكلم على فاسستراك يعني ايه يعني وطلسنا بقى شركات الترول في شركات القومية في فيما يبقى حاجات موضوع خاصة بتعمل جامعات بتعمل حاجات يعني ايه لها بقى حالية اه نتشاره بحضرتك بحضرتك انا طويل كانتmania حسنتانتر او لاااااااااا��رام لااااا مقاول غلبان مقاول غلبان لااóc اقولك على ocur اهه ايهلا تقالي تجالس بصائح اا انا مهندس مقاول انا مهندس مقاول مهندس مقاول انا اخدم مهندس مقاول مهندس مقاول ااا احقول له حاجة عشان firma معارف المبدأ في الشغل العادي اللي هو المنتظم المنتظم بالصح المقاول أقوى طرف في المشروع إلا في حتتين وهو بيوقع عشان ياخد المشروع وهو بيوقع عشان يسلم المشروع إنما من استلامه دي دي نخلي بنا منها وخلي بلك برضو القوة بتجي منين مش بيقولك القوة مش سيطرة من حد أو هو يعني أقوى من حد قوة الفاعل قوة الفاعل قوة الفاعل أو التنفيذ قوة الفاعل وقوة التأثير وقوة الحركة وقوة كل الحركة هنا في مشروعات كثيرة جدا أبص ألاقي مثلا الحاجات كثيرة جدا في الكونتراكت مع الكلينت مش 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 فاهم قوة الفاعل ازاي يقول له لازم يبقى عندي آآ آآ يزبط للنقاط العقل مش واضح أو العقل مش موجود ما تفعرضش العقل الغال دلوقتي في ناس يسيب تعمل كده دلوقتي فقال لازم يبقى عندي كونتراكت مارجر كويس بحاجة تفاهم بس هنا هنا في مصر آآ يعني يعني ما يوقع في حاجة مثلا مش واضح في العقد ففي الغالب بترجع لقانون مية اتمن وتعمانين لو التعامل مع جهات حكومية فبتحتاج بقى شؤون قانونية تفسر القانون وكده ما هو القانون معجوز آآ المشكلة عمراء ما كانت في القوانين خليبات المشكلة في اللي بيطبق القانون وفي خبارات فيها ايه وفاهمه ايه ايه بالزبط كل واحد باخد من القانون اللي هو عايزه لكن القانون موجود وجه بالقانون وبيبقى في حاجات في القانون لما اصلحتك وانت من شعار مشروخ جالك منه انت بكلمة على القانون ايه واحد الجديد الاخرانية اللي هو بتاعه مية اتمن وتمانين القانون الععود او مهدون سنة السنة الفين وستة مائة او الفين سنة وحاك الفين وتمانية تقريبا الفين وتمانية انت عارف ان في فقرة في القانون ده لمصلحة المقاول الهندس برسنت اللي انت من حقك ان انت كل ثلاث شهور تعدل اسعارك بالنسبة تبقى لزيارة الفطرور او زيارة الحاجة كزا اه ما قولين كتير دي الناس لا ما عارفه احيانا بيبقى في عقود بتلزم ان اه ما يقول ما يطلبش بروق اسعار او حاجة لا فعلش دي 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 القانون فعلش موجود موجود انا شفتها في عقود عقود حكومية كمان ما اقول انا مش صح ده اصلا انت 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 عامل باند مخالف القانون الرئيس ما دي نقطة خلي بالك يعني ده يعني لو المقاول الوافق بقى خلاص هو حر بس هي طبعا اه يعني على جناب انت حان كتير قررت عوين بيضرب لا صحك اتنين طبعا طبعا اه اكتر من اتنين كمان اه اه اي وقت اي حاجة الايميل بتاعنا انت حضرتك واي حاجة خدها من برسواندس حمود او برسواندس احمد اي تليفون اي حاجة انت حصل امرك في اي وقت اي وقت اه برسواندس محمود اه برسواندسين في حد عنده اي سؤال تاني شانس روماني اخباره اي كويس مانس روماني انا سعداني حالي بنشوفك مانس شاكيب فقراش انشانتين روباريسي ها مانس مورقص اهلا بيك مانس محمد الزيدان بنوارين الدنيا مصطفى مرعي اهلا بيكو في اي سؤال اي استفسار اي حاجة عن الحاجات اللي فاتت اي اه تمام مجد فيش اي حاجة يا عبدالسواندس محمود شانس احمد حساء طريبا كان فيش اي حاجة يا دكتور الحضور كله بشكر حدارك يا دكتور والله على المحاضرة القائمة المحاضرة بصراحة النهاردة كانت جميلة جدا يا دكتور يعني كالعادة كعجل كل المحاضرات يعني اقول الله يا دكتور مانا بني بني فيك يا عبدالسواندس محمود مانا بني بني فيك انا شكر جدا 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 ويقولوك وكل سلام طيبين ويا ربان كريم والسلام عليكم وعكب الله وبركاته 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 وحسن استماعكم سبحانك الله وعبا حمدك اشابه الى الهي اللي انت استفرك واتوب اليك ونشوفكم على خير ان شاء الله في اللقاء القادم بإجن الله تعالى سمان الله والسلام